غرفة المعيشة الفصل الأول المشهد الأول المكان غرفة المعيشة الزمان ساعة الأصيل ذات يوم من يناير للوهلة الأولى يخامرنا إحساس بوجود شيء ما غريب في غرفة المعيشة البيت من الطراز المألوف في منطقة هولاند بارك بلندن وليس في الغرفة ثمت شيء نستطيع أن نشير إليه ونقول هذا في الوضع الخطأ أو هذا غريب عبر نافذة طويلة في خلفية المسرح لا نرى إلا قمم الأشجار وثمت قطبان حديدية تعترض النافذة بشكل غير مألوف حتى منتصف ارتفاعها ترى هل هي قطع الأثاث بشكل يصعب تحديده هي التي لا تتفق تماما مع غرفة المعيشة كأنما اختيرت أصلا لغرفة أكبر حجما وتختلف عنها شكلا لكن لكن هناك تفسيرات كثيرة لمثل هذه الأمور في هذه الأيام يوجد باباني للغرفة أحدهما مفتوح على بسطة السلم وهو مغلق الآن وهو في نهاية درج صغير من أدة درجات تدخل ميري مسرعة وهي لا ترتدي زيا معينا وليس من الممكن أن نعتقد أن ساقيها الغليظتين الثقيلتين يمكن أن تنتسبان إلى امرأة أقل استقلالا من امرأة تتردد يوميا على البيوت للخدمة تصعد الدرجات المؤدية إلى الباب المغلق وتدير المقبض إنه مغلق من الداخل سوف تبتهج ميس براون بحضورك وميس روز سالمة وبعافية أرجو أن تكون قد تلقت برقيتي مجهود شاق صعود هذا الدرج تقص دافئ يا سيدي بالنسبة لهذا الوقت من السنة حقا؟ لم يكن كذلك في القطار جهاز التدفئة لم يكن يعمل تدخل روز بيمبيرتون وهي فتاة في حوالي العشرين من عمرها بنظرة في عينيها وكأنها ليست في حالة يقظة تامة وجه مشعر قلق كأنه ترك الوسادة منذ لحظة سيدي ميس براون ستنزل بعض لحظة تنزل؟ كأنها تقيم في غرفة على السطوع يظل ميشيل وروز واقفين وهما في حالة توتر ومتباعدان قليلا يتأملني الغرفة لما تكون غرفة المعيشة في الطابق الثالث تظنين هذا لتثبيت عزائم الضيوف؟ يا يا لها من غرفة غريبة شكلها خطأ هل تفهمين ما عني؟ لا شيء يتواءم معها لا أدري أين يؤدي هذا الباب الهيكل العظمي لعائلة براون أليس عندك ما تقولين؟ ثم تشيء يدل على أن لا شيء يهمنا حسن لقد أوصلتك سالمة صديق الأسرة الذي يعتمد علي لم تتأخر إلا إثنتي عشر ساعة وأرسلنا البرقية المناسبة الرصينة نعتذر عن التأخير اليتيمة سالمة ولكن كان عليهم أن لا يقلقوا لقد كنت بين يدي ميشيل أكوني حذرة تستطيعين دائما أن تثقي في سوف أكون حذرا جدا لقد وصلت إلى السن الحذرة ألم يكن تخطيتي مثاليا؟ الغرفتان عند الطرفين المتقابلين للباهو حتى الخادم لم يستيقظ عندما دق جرس المنبه وأحذية المقيمين في الغرف في أماكنها أمام الأبواب على امتداد الباهو كأنها قد اصطفت للإستعراض وفي أماكنها المناسبة حبيبي أحتم عليك هذا أليس الأمر سيئا بما فيه الكفاية؟ الحذر مرة أخرى حبيبتي كلمة يجب أن لا نستعملها عزيزتي ربما تكون الكلمة المناسبة من رجل في مثل السن رجل مأمون الجانب متزوج ولكن عندما أخاطبك بكلمة عزيزتي تذكري أنها لا تعني إلا هذا عزيزتي نحن نستطيع أن نسمع أي شخص وهو يصعد الدرك ماذا؟ على هيلين ما هذا؟ لما خرجت بهذا الشكل؟ لما لم تتكلم؟ هل تظنيها رأتنا؟ لا ربما تكون سمعتنا لم نقل الكثير حتى يسمع عزيزتي أنت بالتأكد ماري لم تقل لي أبدا أنك ستحضرين وأنت الخالة هيلين أمطر علي أن أدعوك الخالة الكبيرة عزيزتي أنا الخالة تريزة ما أشد حماقتي لست حمقاءة بعد كل هذه السنوات كنت في السادسة فقط من عمرك أليس كذلك؟ في السادسة فقط هذا ميستر دينيس أيها الخالة تريزة يسرني أن أراك ميستر دينيس أختي كانت تذكرك كثيرا في خطابتها أمي طبعا ميس براون أرجو أن لا تظني أنني ضيعت ثقة كفية تماما ميستر دينيس أبكر بدلا من السفر إثر الجنازة عزيزتي أنا أسفة جدا لأنني لم أستطع أن أكون هناك لكن لم يكن في مقدوري أن أترك خالك وخالتك هيلين ميستر دينيس وجدت غرفة في القرية لما أرجو أليس كذلك ميستر دينيس؟ نعم نعم في فندق الحسان الأحمر تلي القداس على روح والدتك صباح اليوم يا عزيزتي تلاه الأب تيرنر أنا أسفة لم أكن أعرف كان ينبغي أن أكون هناك كنا جميعا هناك حتى شقيقي وتذكرناك معها ميستر دينيس هل أنت كاثوليكي؟ لا ما أغرب هذا كيف تكلفك أختي بأن تكون منفذا لوصيتها؟ ولما لا؟ لم يكن أبي كاثوليكيا نعم يا عزيزتي المسكين ميستر دينيس ما رأيك في فنجان شيء؟ آه لا عليك ما جئت إلا لأسلم روز إنما يستحق العامل أجره ميستر دينيس إيه دليل لحظة ميلي 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 ميستر دينيس الآن؟ آه دقة الخامسة ولم تكاد ميلي تنصرف دائما في الموعد المحدد ولكنها تأخذ أجرها حتى الخامسة والربع يتحتم علي فعلا أنا ننصرف أخي يرغب دائما في تناول الشاي الآن ميلي آه حسن حسن لقد كسرنا حاجز الجليد آه إلا أنها جملة لا تناسب اثنين مثلنا ينزل قانب الفعل على الجليد آه حبيبي فيما انشغالك الآن؟ أنا ليس عليك أن تجغل بي أقسم لك لقد أحببتك ليلة جنازة أمي أقسمت لك أليس كذلك؟ كخلط الدماء عند القسم إلى أبد الآبدين آمين آه إنها إنها نفسي المجغول بها الآن ما أخشاه هو أنك سوف تختفي في غابة من العجائس ما أخشاه هو أنني سأفقدك والدقائق تولي مسرعة ما الذي سيحدث في الغد؟ ليس عليك أن تنشغل ليس في استطاعتك أن تفقدني على كل حال أنت أنت المنفذ آه التقصدين الوصية نعم آه أعتقد أنني أستطيع أن أراك دائما من أجل العمل آه جاءت من هنا لا أستطيع أن أفهم هذا الطابق الثالث غرفة حمام تفتع على غرفة المعيشة هذه الغرفة كانت بالتأكيد غرفة نوم آه أنت روز آه نام روز حبيبة قليبي الصغير هكذا كنت أناديكي وأنت مستر دينيس آه نعم لن تصدق إلى أي مدى كانت طفلة حلوة شقية تريزا قالت لي إنكما وصلتما إنها تعد الشاي إن صرفت الخادمة مبكرة عن موعدها روز عزيزتي ربما يحسن أن تعاونيها في إعداد الخبز والزبد أخشى أن لا أعرف أين عبر الدرج حتى الطابق الأرضي صغيرتي سوف تسمعين القلبة التي تحدثها مستر دينيس لا أخفي عليك شقيقة العزيزة تفقد بصرها بالتدريج وهذا ما ينتظر طبعا في مثل هذا السن سوف أراك مستر دينيس سيبقى لي أخذ معنا الشاي أليس كذلك مستر دينيس اذهبي يا صغيرتي اذهبي اذهبي مستر دينيس نعم أسفت كثيرا لأنني لم أكن في الكنيسة ولكنك تستطيع أن تقدر عذري أليس كذلك لم يكن باستطاعتي أن أترك شقيقي وشقيقتي إجلس إجلس إذا تكررت ها لا لم أكن أعتزم الانتظار ولكن هناك الكثير جدا مما نود أن نستمع إليه عائلة براون لها آذان طويلة مثل الفلوبس بونيس ها هل تعرف الفلوبس بونيس مستر دينيس ها لا أحسبني أعرفهم ولا العزيزة بياتريكس ولكن طبعا طبعا إنها من جيلي رأيتها مرة وهي تتسوق عند دبنام مستر دينيس توقعت أن تكون بشكل ما أكبر سننا أنا في الخامسة والأربعين الكاثوليك قبليون إلى حد كبير جدا أحيانا ألا تعتقد هذا؟ تريزا العزيزة دهشت تماما عندما اخترت أختي وصيا غير كاثوليكي كنت صديق زوجها كما تعلمين وتلميذه أيضا أنا أدين له بكل شيء حتى وظيفتي الحالية بجامعة لندن سوف تظننا أميال إلى التعصب إلا أننا لم نهتم مطلقا بوظيفة جون المسكين أخشى أن لا ترضي عن وظيفتي أيضا ولكنني لست إلا محاضرا في علم النفس لست أستاذا للمادة حسنا طبعا الأمر ليس يهم بالنسبة لك أن تراه يهم هذا لا يعنينا والوصية مستر دينيس ليس لدينا شيء من التفاصيل بعد الآذان الطويلة مرة أخرى سوف يكون لروز ثمانمائة جنيه في السنة إرثا خاصا لها عندما تبلغ الخامسة والعشرين وحتى هذا سوف يكون شقيقك وأنا وصيين عليها كان من الأفضل أن يترك الأمر كله في يد الأسرة بدلا من إزعاجك والآن ها أنا ذي قبلية أيضا الواقع أن والدها عينني وصيا عليها قبل أن يموت وتركت ميسيس بيمبرتون الأمر على ما هو عليه أصدقائه كانوا دائما أصدقائها أعتت أن أزورهم كل صيف بعد وفاته كانت الأولى من أسرة براون التي تتزوج رجلا غير كاثوليكي الأولى من أسرة براون الأولى من فرعنا من أسرة براون وأنت منفذ الوصية كذلك مستر دينيس لأنني الوصية فقدراء المحامون أن أكون المنفذ أيضا لتسير الأمور بطريقة أكثر يسرا سأتخلى عن الوصاية بمجرد تنفيذ الوصية سوف تتحررون مني ولكن بالطبع أنا لم أعني لا لا أحسبني صالحا تماما لكي أكون وصيا كنا قلقين إلى حد ما على روز حتى تلقينا برقيتك أجهدها الجناز وكانت مشقة كبرى أن نقضي الليلة في الصفر تصورت أن قطار النهار روز المسكينة أحاطت بها الوحدة بالتأكيد في ذلك البيت وهي فيه وحدها أفضل من الصفر ليلا لطبيعة الحال حصلت على غرفة لنفسي في فندق الأسد الأحمر قد أصدت يا مستر دينيس في قرية كمثل تلك القرية فيض كثير من الأقاول الحمقاء لو أقمت الليلة في البيت حتى عن رجل في مثل سني وفتاة في سنها الطبيعة الإنسانية يا مستر دينيس شيء فضيع إلى أقصى حد أن تراني كاثوليكية جدا أنا لم أجدها فضيع معقدة ذكرت أختي في أحد خطاباتها الأخيرة إنك كنت خير معين لها نحن مدينون لك بهذا الفضل لم نستطع أن نفعل إلا القليل أما الآن فنحن نستطيع أن نساعد روز على أن تنسى آه أنا آسف جدا ماذا قلت تنسى والدتها العزيزة آه أمن الخير دائما أن ننسى آه المألوف في وظيفتي بطبيعة الحال هو أن أعلم الناس أهمية أن يتذكروا آه كبيرا بشكل واضح عدد كبير جدا من الغرف مغلق دمرته الحرب لسبب أو لآخر كل الغرف في حاجة لإعادة تغطية جدرانها بالورق ولكن الواحد مننا لا يرغب في إنفاق المال أليس كذلك ها تريزة أهلن الماء يغلي الآن مستر دينيس لن نتأخر لحظة كل شيء جاهز هذا لطف منك إنني لم أكن أعتزم الانتظار ولكن يجب أن تلتقي بشقيقنا تريزة لا تضغطي على مستر دينيس ربما يكون مشغولا جدا ربما ينبغي علي أن أتحدث قليلا مع مع ابنة شقيقتك قبل أن أرحل ابنة شقيقتي لكنها ميتة عزيزتي إنه يعني روز ما زال هناك قدر كبير من العمل لم يتم بعد بخصوص الوصية الواقع أن المنفذ الآخر لها مسافر إلى الخارج سيد دينيس إنه لشيء طيب أن تكون رجلا هل أنا حذر هذا ما كنت تقوله لروز ليس كذلك تستطيعين دائما أن تسقي فيه هكذا قلته لها أن تكون حذرا جدا قلتها بأسلوب لطيف جدا هكذا أحسن حسن حسن آه منفذ الوصية يجب أن يكون حذرا أو أو ينتهي إلى السجن مستر دينيس مستر دينيس اتكرم بخلع معطفك شكرا سأدفع جيمس إلى هنا أنتم تعلمون أنه مرازم لمقعده منذ سنوات عزيزتي ابدأي بصب الشاي فليجب كل منكم لنفسه مقعدا لا لا ليس هذا يا روز هذا مقعد خالتك هيلين آه أين قلت إنك ذهبت للقداس يا عزيزتي؟ أنا لم أذهب يا خالة ريزة لكن اليوم هو أحد التعهدات يا عزيزتي آه حسنا ربما لا يهم الأمر إن كنت على سفر نسيت كان في استطاعتي الذهاب قبل قطار الصباح الباكر ولكنني نمت نوما عميقا جدا قطعة سكر واحدة مستر دينيس شكرا لك وأنت روز نعم إذا تكرمت يا خالتي بدأت تساعية صلوات من أجلك بمجرد أن سمعت عن والدتك المسكينة شكرا لك يا خالة ريزة أتوقع منك أن ترغبي في الذهاب لحضور القداس غدا إنه القداس الثاني من تسعة تدلى من أجل والدتك ماري لا تحضر قبل الثامنة والنصف ولكن أنا سنوقذك شكرا لك يا مستر دينيس خذ خبزا وزبدا هلأ حدثت كيهيلين عن غرفتك؟ لا ولكن لا داعي للعجلة عزيزتي الواقع أننا مقتضون جدا في هذا الحيز هنا الكثير جدا من الغرف مغلق وقد تصورنا أنك لن تضيق بالنوم هنا الأريكة مريحة جدا وطرفها يهبط ويستوي معها طبعا طبعا ميس براون كنت أقول لشقيقتك إن البيت يبدو من الشارع كبيرا بشكل واضح كان كان ولكن غرفا كثيرة كان يتحتم علينا أن نغلقها أضرار الحرب؟ ليس بالضبط نحن وصلنا فليفتح أحدكم الباب اسمحوا لي هيلين تدفع المقعد الذي يجلس فيه شقيقها جيمس براون وهو رجل في الخامسة والستين بوجه لا يعرف الإنسان إن كانت الطبيعة أو التشويه قد أعاره صلابته يضع شالا فوق ركبتيه وهو يحيط عنقه بمنديل جيم هذه هي روز ومستر دينيس منفذ الوصية حسن حسن أن أراك يا عزيزتي بعد كل هذه السنوات لقد تغيرت أكثر مما تغيرت كيف حالك يا خالي؟ في حالة طيبة يا عزيزتي شكرا لله لن تتخذي من مقعد قطارا تلعبين به حسن حسن مستر دينيس أرجو أن تكون قد أزعجتك كثيرا توقعنا وصولك ليلة الأمس مستر براون قطار الصباح بدى لنا أفضل مستر دينيس الأب براون شقيقي طبعا أنا آسف والآن أنت قد رأيت الأسرة كلها مرة أخرى نعم روز هل تحتمليننا؟ نحن أكبر سنا قليلا مما كنا إلا أننا لسنا سيئين جدا أحسنت أمي عندما تركتني لكم بدونكم كنت دهت الكاثوليكية الوحيدة في أسرة بيم بيرتون إلا أنني بشكل ما لا أفكر فيك مطلقا كواحدة من أسرة بيم بيرتون الشاي يا عزيزي جيمس خبدا وذبدا يا خلي لا شكرا لك يا عزيزتي شاي فقط شاي فقط لست رجلا أكولا أوه روز يا للحادث الطريف الذي حدث أمس اتصلت بنا سيدة بالتليفون وسألتنا إن كنا أسرة براون التي تتوقع وصول ابنتي أخت ومن كانت؟ ليس لدي فكرة عندما قلت لها إنك لن تصلي إلا اليوم أغلقت التليفون تريذا لم تقول لي مطلقا هي لك من امرأة كتوم تذكرت الآن فقط أظنها واحدة من أصدقائك أردت أن تستعلم لا 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 أستطيع أن أتصور أحدا في لندن يعرف إذا كان الأمر مهما فأنا أتوقع وأن تعاود الاتصال اليوم وهذا الأمر مهم أيضا يا جيمس ميري انصرفت قبل موعدها بربع ساعة اليوم تريذا لم يكن خطأها ساعة المطبخ تقدم دائما عشرين دقيقة حيث أن الساعة تقدم دائما فإنها يجب أن تعرف الزمن الحقيقي جيمس أرجو أن تحدثها أنت في هذا الأفضل أن يأتيها هذا منك أنت وأنك عذيزتي مع هو الإشكال إذا كانت ميري قد انصرفت مبكرة فأنا لا أعرف ماذا حدث للفرن تستطيعين الانتظار بضعة دقائق هي لك من خبيثة سوف تكونين الأولى التي تشكو من الفطيرة الليلة حسن وهو كذلك فلأذهب أنا يا عزيزتي ولن ألوم أحدا إلا نفتي هل طهو اليوم مسؤولية يا جيمس أليس كذلك؟ سأساعدك يا عزيزتي لا أحتمل أن أراك تحملين أشياء ثقيلة شكرا لك يا عزيزي عفوا جيمس قدم لمستر دينيس شريحة من فطيرتي مستر دينيس إنها بارعة جدا في صور الفطائر أظنني سأفعل ينبغي أن أكون في طريقي للبيت أنا آسفة لماذا؟ أقصد أنني كلفتك مشقة كبرى لا مشقة ولكن زوجتي أنتابها القلق بسهولة إنها ليست في حالة طيبة جدا كان ينبغي أن أمضي إلى البيت مباشرة ولكنني فكرت أن ثمة أشياء يجب أن نناقشها بخصوص الوصية لا 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 من الممكن أن تؤجل إلى الغد سوف تأتي غدا وحينئذ نستطيع أن نتحدث طبعا أي وقت يناسبك سأتصر بك تليفونيا في صباح استريحي جيدا الليلة لقد فعلت الكثير جدا من أجلي هذا عملي أنا منفذ الوصية وبصفتي وصيا ومنفذا للوصية سأحاول أن لا أرتكب أي هفوة على الإطلاق وداعنا يهل أب براون وداعني يا مستر دينيس سوف رأى أحدنا الآخر قريبا على ما أردو ميشيل أنت وضعت بعض الأوراق هناك على ما أظن ننتظر لعلها في جيب معطفي لا تنزلي الطريق طويل حتى البهوة روز سوف أراك غدا طبعا عزيزتي عزيزتي تعالي تعالي واخذي فنجانا آخر من الشاي أنا لا أحب الشاي كثيرا جدا أه نعم إنه طريق طويل إلى أسفل نعم أليس كذلك المطبخ فقط هو الذي تجدينه حيث تتوقعين وجوده في الطابق الأرضي حتى إذا كنت لا تحبين الشاي تعالي تعالي واجلسي أنا لا أرى الكثير من الغرباء وهل أنا غريبة يستطيع الإنسان أن يحب غريبا نعم خالي لما كل هذه الغرف العديدة مغلقة هل لاحظتي وبهذه السرعة أخطأت الطابق منذ لحظة إنه بيت غريب الغرف في الطابق الأسفل بدت لي وكأنها مغلقة بالأقفال أحسب من الواجب علي أن أخبرك ولكن هذا يحدث بسبب شيء أحمق جدا نعم ما كنت لأقول لك لو أن إقامتك هنا كانت لفترة قصيرة ولكن هذا البيت سوف يكون بيتك سوف ترين هذا بنفسك سوف تلحظين خالتك تريزا وخالتك هيلين هناك الكثير الذي سوف يخبرك على ما أظم كان شيئا طريفا خروج الخالة تريزا من هناك دون أن تعير أي التفات نعم نعم إنه شيء طريف أليس كذلك استمري في التصور إنه شيء طريف بل ومثير للشجون أيضا ليس فم تضرر في هذا لا تدعي الأمور تثير عصابك أحيانا أتصور الشباب وكأن عصابهم أضعف من عصابنا الشيخوخة مخدر جيد ولا يفقد تأثيره أيضا ومع ذلك فأنت لم تقل لي بعد عزيزتي إنه عبث إلى أقصى حد وقد تصورت أن في استطاعتي وقفه أرجو أن تضحكي أضحكي أربوكي إنه أمر مضحك جدا في حد ذاته نعم كما ترين تنام الخالة هلم في غرفة الاستقبال القديمة ولأنني سقيم فقد أصرت في البداية على أن أنام في غرفة تناول الطعام ولكنني أخبرتهما أنهما لا يستطيعان الصعود بي والهبوط على الدرج وهكذا أخذت ما كان غرفة الجلوس الصغيرة الخاصة بالمربية بجوار غرفة نوم الأطفال هذه كانت غرفة نوم الأطفال في الأيام الماضية وللخالة تريزا الغرفة المجاورة لغرفتي وكانت غرفة الأطفال في النهار كما ترين فإن كل غرف النوم مغلقة ولكن لماذا لماذا إنهما لا ترغبان في استعمال أي غرفة سبق أن مات فيها أي شخص مات إنها عادة عند الناس خاصة بغرف النوم وهكذا فإن كل غرف النوم مغلقة عدا هذه هذا بيت قديم وهما لا ترغبان في المخاطرة وقد غامرت باستعمال هذه وكانت غرفة حضانة للأطفال لمدة طويلة ولا يموت الأطفال كثيرا جدا على أي حال فالأطفال لا يموتون بدأ الشيخوخة ومتى بدأ هذا كله لست واثقا ولكنني لاحظت الأمر عندما مات والدنا بدأ الأمر لي طبيعيا عندما أغلقت غرفة أمي لم يكن ثممة من ينام فيها ولم أكن أحضر إلا في الأجازات ولم يكن يزورهن أحد ولكن عندما حدث هذا الحادث لي وفقدت ساقي جئت لأقيم هنا لاحظت أن غرفة أمي أيضا مغلقة وعندما أردت أن يكون لي غرفة في الطابق الثاني قالت لي تريزا أظنها كانت تريزا نعم نعم قالت لي هذه كانت غرفة روز روز آه جدتك كانت الوحيدة بيننا التي تزوجت ماتت هنا كما تعرفين عند ولادة أمك وحينئذ بدأ الأمر ربما من الذي يعرف متى بدأ أي شيء ربما بدأ عندما كنا كلنا أطفالا في هذه الغرفة هذا شيء يقشعر له البدن أليس كذلك؟ لا 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 يا عزيزتي لا اعتدت أن أعابثهما وأعددهما بأن أموت هنا وأقول لهما أين ستجدني غرفة للمعيشة بعد ذلك لكنني أحسبهما ستدفعاني بي في اللحظة الأخيرة إلى غرفة الخاصة وهذه يمكن إغلاقها بعد ذلك ما زلت لا أستطيع أن أفهم لا 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 ربما يكون الخوف من الموت من اليقين بالموت إنهما لا تكترثان جديا بالحوادث ولم يسبب لهم موت والدتك هما كثيرا لأنها كانت صغيرة لم يكن ثم تضرورة لموتها الحتمي وهو ما تكرهان بطبيعة الحال عندما يموت أي شخص فإنهما يفعلان كل الواجبات المناسبة إنهما كاثلكيتان طيبتان تقومان بتلاوة القداس بعد ذلك وبالسرعة المستطاعة تنسان الصوة الفوتوغرافية هي أول ما يختفي ولكن لماذا لماذا عليك أن تسألي دينيس إنه يحاضر ويؤلف الكتب ويدرس علم النفس أتوقع أن يشخصها بالقلق العصبي أو شيء ما أكثر تعقيدا أنا كاهن يا روز كاهن وقد تخليت عن علم النفس وهما طيبتان وأشك أن أي منهم ارتكبت خطيئة كبيرة في حياتها وربما كان الأفضل لهما لو فعلتها وقد لاحظت في الأيام الغابرة أن الخطاط هم الذين يملكون أعظم قدر من الرجاء في الرحمة شقيقتها فيما يبدو ليس لديهما أي رجاء روز هل تخافين الموت؟ لا أظن هذا لم أفكر في الأمر طبعا طبعا يبدو أقرب إليهما منك وهل تخشاه يا خالي؟ لا يا ابنتي اعتدت هذا منذ عشرين عاما ثم حدث لي ما هو أسوأ مني كأن الله أراد أن يلومني على حماقتي وعندما وقع حادث الصيارة لي كففت عن أن أكون ذا فائدة أنا كاهن ياروز لا يستطيع أن يتلو القداس ولا يستمع الاعترافات ولا يزور المرضى كان ينبغي أن لا أكون خائفة من الموت كان ينبغي أن أخاف أن أكون بلا فائدة ولكن خلي أنت ذو فائدة بالنسبة لهما ليس الهدف من الكاهن أن يكون مصدر سلوى لأسرته أحيانا في الصباح عندما أكون بين اليقذة والنوم أتصور أن صاقية ما زالت هنا وأقول لنفسي عزيزي عزيزي يا له من يوم ينتظرك اجتماع فرسان القديس كولامبا ثم جامعة العشاء الرباني المقدس ثم اجتماع جمعية المذبح ومن بعد ذلك إنه لأمر غريب كم كان يبلغ بي السأم من كل ما كان يضور الآن وأنا هنا ألا نستطيع أن نذهب معا إلى النهر والحديق؟ نعم نعم أرغب في هذا بين الحين والحين ولكن هذا يعني استئجار رجلين الطريق طويل عبر الدرج وأنا فقيل ولكنني لن أستعين بك أرجو أن يكون زواجك قريبا يوجد الكثير من الوقت أوه تريز المسكينة القلقة كانت الفرن على خير ما يرام ميري يعتمد عليها تماما ها هل رحل مستر دينيس؟ نعم نعم رحل منذ بضعة دقائق رجل لطيف جدا ولكنني أخشى أن لا يكون رجلا مرحا كنت أقول له عن الفلوب سبونيز قال لم يسمع عنها قط لا تكوني شديدة الوطأة عليه أنا لم أقرأ الجنة المفقودة قط مستر دينيس هنا؟ لقد انصرف يا عزيزتي تلك السيدة على التليفون مرة أخرى هي التي اتصلت قبل ذلك إنها تريد أن تحادث لدي رقم تليفوني إنها تستطيع أن تتصل به في البيت قلت لها أظنني سامعته وهو ينصرف وهي تريد أن تكلمك أنت أنا؟ نعم قالت إنها ميسيس دينيس عزيزتي أرجو أن تكلميها إنها تسأل كل صنوف الأسئلة التي لا أعرف كيف أجيب عليها ولكنني لا أعرفها أنا لم ألتقي بها قط تريزا تريزا أي أسئلة؟ قالت إنها حاولت الاتصال بمستر دينيس أمس لم تكن في حالة طيبة أين قلت يا عزيزتي إنه أقام؟ أنا لا أعرف في القرية ثم حاولت الاتصال بك وأنت لم تكن هنا وهي تبدو لي إلى حد ما غريبة غريبة جدا عزيزتي أرجو أن تأتي إنها تنتظر على التليفون الأفضل أن تتبادلي معها كلمة لا لا أستطيع أنا أنا لا أعرفها سوف يصل ميشيل إلى البيت في لحظات لا تقلقي يا حبيبة قلبي الصغيرة إنها متعبة مثل هذه الرحلات الطويلة سوف أعنى أنا بالأمر من أجلك المشهد الثاني من الفصل الأول صباح اليوم التالي نفس المكان ميشيل دينيس وحده إنه في حالة قلق يفتح حقيبته ويخرج بعض الأوراق ثم يعيدها مرة أخرى إلى الحقيبة يذهب إلى النافذة ويطل منها تدخل تيريزا براون ميشيل دينيس صباح الخير صباح الخير وعدت بالأمس أن أحضر اليوم لم نتوقع حضورك مبكرا إلى هذا الحد لدي محاضرة في الحادية عشرة لم ينتهي شقيقي من أفطاره ذهبت أنا وشقيقتي لحضور القداس صباح اليوم لست أرغب في إزعاج شقيقك الواقع أنني جئت لأرى روز روز؟ ولكن روز في الخارج إنها لم تذهب للقداس أستطيع الحضور بعد عصر اليوم بعد الثالثة لدي بعض الطلبة في الثانية سوف تخرج عصر اليوم ربما أستطيع أن أمر بعض العشاء سوف تكون في الخارج حينئذ هكذا تقول شقيقتي وغدا هل تقول ميس براون إنها ستكون في الخارج أيضا؟ نعم لماذا؟ أحسبها تعرف هي السبب أنا لا أعرف أين روز؟ أنا لا أعرف مستر دينيس أنا لا أعرف حقيقة أنا لا أعرف أي شيء في هذا الوقت أنا منفذ وصية مها والوصي عليها لا تستطيع شقيقتك أن تمنع مناقشتي معها لبعض الأمور ليس لدي ثمة فكرة عما تستطيعه وما لا تستطيعه مستر دينيس إنها امرأة صارمة العزم بشكل فضيع أنا أكبر منها سنا ولكنها تنفذ دائما ما تريد حتى شقيقي وهو كاهن هل تعرفي مستر دينيس؟ لقد نظمت هذا البيت بحيث بحيث حسنا ما أشد خجلي لا أدري ماذا يمكن أن يظن الغرباء كان ينبغي علينا أن نصطنع واحدا من الدواليب المطلة على بسطة السلم ماذا إذا انتظرت حتى عودة روز؟ أنا لا أعرف أنها في الخارج وإذا لم تكن في الخارج فهي لن تكون قادرة على الحضور إلى هنا أم ترى هل تقدر؟ ميس براون هل تستطيعين أخذ رسالة؟ علي أن أستأذن هيلين ولكنني الوصي على روز هيلين ترى أنها كانت غلطة صباح الخير مستر دينيس صباح هذه زيارة مبكرة جيت لأرى روز صباح الخير أيها الأب براون صباح الخير مستر دينيس أظنني أستطيع أن أقول إن إمكانية دفعي إلى هذه المشكلة ممكن إن كان في ذلك فائدة لن يفيد عندما لا أعرف أي مشكلة مستر دينيس زوجتك اتصلت بالتليفون مرة أخرى بعد انصرافك بالضبط أعرف هذا قالت لي روز هي مسؤوليتنا الآن أنت تفهم هذا أليس كذلك؟ ولذلك علينا أن نصفي الموقف أي موقف؟ أحبا في الله إجلسوا كلكم أنتم تجعلونني أرغب في الوقوف شخصيا لا مستر دينيس لا ليس هذا المقعد هذا مقعد هيلين تريزا يا عزيزتي ألا ترين أنه من الأفضل أن تذهبي لمتابعة ميري؟ ليس دوري اليوم لابد لي من حديث قصير مع مستر دينيس أنا الأكبر سناً وهذا هو السبب يا عزيزتي هذه المشكلة لا يفهمها جيلك جيمس الأفضل أن تذهبي يا عزيزتي واقع الأمر يوحد منا أكثر مما تدعو الحاجة إليه سمعت ميري على بسطة السلم السفلي إنها لا تنظف الغرف المغلقة أليس كذلك؟ طلبت منها بصفة خاصة ألا تفعل هذا ولكن الأفضل أن تتأكدي من ذلك بنفسك اذهبي والآن جيمس أنت وعدت أن تتحدث إلى مستر دينيس مستر دينيس ليس كاثوليكياً وأذا لست في كرس الاعتراف لا سلطة لي ولكن جيمس لا يليق بامرأة أن تسأل هذه هي المرة الثانية التي أجد نفسي اليوم فيها موضع محاكمة أرجو أن أكون قد وصلت إلى المحكمة العليا أنت تريدين أن تسأليني إن كنت أنا وروز عاشقين هذا هو الموضوع أليس كذلك؟ حقيقة يا مستر دينيس نحن ما كنا لنصفها بهذا الشكل الفج ولكنني لست كاثوليكياً كما يقول شقيقك لم أتعلم كيف أتكلم عن الخطايا الزوجية في محاضراتي أحاول دائماً أن أتكلم بطريقة فجة فجة ليست إلا كلمة مبادلة لكلمات محددة سامحني سامحني مستر دينيس ولكنك حتى الآن لم تكن محدداً جداً أنت قلت أن لا سلطة لك وأنا أتفق معك لن أجيب على أسئلتك إذن لنا أن نفترض الأسوأ تكلمي بالنيابة عن نفسك لن أفعل مثل هذا الأمر مستر دينيس أين قضيت ليلة أمس الأول؟ لم يكن صحيحاً أنك قضيت الليلة في القرية أليس كذلك؟ إذن لما قلت لنا هذا؟ حجزت غرفة ولكن عندما تكلمت ميسيس دينيس بالتليفون شخصاني يحاكماني لن أجيب على أي سؤال إلا إذا طلبت روز مني هذا أرى أنه من الأفضل أن تسمحي لي بالحديث معها ولكن مستر دينيس أنت لن تتمكن من أن تراها مرة أخرى هذا قرار عاطفي وغير عملي هي ليست مريضة أليس كذلك؟ لا أنت لا تتعاملين مع طفلين أحدهما طفل قانونياً نعم ولمدة سنة واحدة أوافق على أنك لست طفلاً كم طفلاً لديك مستر دينيس ولا طفل لماذا تريد أن ترى روز مرة أخرى؟ الوصية هيا هيا امضي وكن صريحاً أفضل وأن أراك هكذا أنا أحبها هل هل هذه الصراحة تكفيك؟ صراحة؟ هذا هذا مثير للشمئزاز تهتك عرض طفلة ليلة جناز أمها؟ ميس براون معرفتك بعلم النفس تأتي من المكتبات العامة لكن هيلين 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 لقد سألت سؤالك والآن دعينا وحدنا دعينا هل سمعته وهو يعترف بأنه؟ لا جدوى من الغضب نحن لا نغضب إلا عندما يلحق بنا الأذى وما لحقنا من أذى في هذه الحالة لا أهمية له نحن نتعامل مع أشخاص أكثر منا أهمية هل تقول عنه؟ طبعا هو أكثر أهمية منا أنا وأنت لا نملك إلا الأهمية الذاتية ما زال في وسط العمر إنه يستطيع أن يتأذم تمنيت ألا تعذني آه أنا آسف أنا آسف آسف أحيانا أتذكر أنني كنت كاهنا أرجو أن تنصري فيك جيمس هل تعذني على الأقل؟ هيلين هيلين لا أستطيع أن أحتمل صوتك عندما يمضي على نغمة واحدة نحن قريبان جدا من الموت أنت وأنا أوه أنت 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 مستحيل مستحيل أستردنيش كنت أعرف أن الكلمة ستحقق الغرض منها أي كلمة؟ الموت ما الذي ستفعله بها؟ آه ميس براون تبدو قادرة تماما أنا أعني روز روز كانت تعرف أنك متزوجة طبعا أنت قلت إن هذه هي المحاكمة الثانية لك اليوم عندما عطوا إلى البيت ليلة أمس كان زوجتي في الفراش والباب موسد من الداخل كمثل هيئة المحلفين بعد أن تم الاستماع للشهود هذا الصباح أصدرت حكمها علي مذنبا وهل كان حكما عادلا؟ هل تؤمن بالعدالة؟ طبعا طبعا أنا نسيت أنت تؤمن بإله عادل القاضي كلي الحكمة مستر دينيس هذا النوع من العدالة لا شأن له بأي قاد إنه معادلة حسابية نحن نتكلم عن خط عادل أليس كذلك؟ الله هو الكمال هذا كل شيء ليس بقاد معرفة مطلقة بكل عامل واع وغير واع نعم حتى الوراثي كل دوافعك الفرودية وهذا هو السبب في كونه رحيما أنا أعرف كيف أبدو لك رجلا في أواسط العمر ترفض زوجته أن تطلقه لن يفيد هذا في شيء ولكنني أعتزم الزواج من روز الأفضل أن تعيش معها سوف تكون أقل ارتباطا بك ما أشد ما أكره منطقك مستر دينيس مستر دينيس أحيانا أكره هذا الجسد المبطور عند ركبتين إلا أن ساقيا لن تكون مهما كريت فقدهما كراهية الحقائق مضيعة للوقت أنا أؤمن بحقائق أخرى أيها الأب لدينا ملاحدة في علم النفس أيضا أنا أؤمن بتحليل الأحلام وأحيانا أرى حلما بسيطا وقصيرا إلى الدرجة التي يبدو معها وكأنه لا يوجد سمة شيء للتحليل شكل بضعة ألوان تجربة جمالية وهذا كل شيء حينئذ أرفض أن أنظر إلى أبعد من هذا وما علاقة هذا بي؟ أوه أنا أستطيع أن أحلل حبي وأستطيع أن أقدم لك كل الحجن آه مستر دينيس الكبريا أن فتاة تستطيع أن تحبني الفكرة أن الزمن يولي نحو خاتمة الإحساس بالفورة النهائية التي تأتي قبل الشيخوخة السحر الذي يفيض من الطهارة في الوقت الذي توقفت فيه عن الإيمان به كمثل رؤية وحيد القرن في هايت بارك هذا صحيح أيها الأب أنت تستطيع أن تحلل كل حلم وأحيانا يبدو التحليل وكأن لا معنى له قلق عصبي هكذا أقول ثم يستجيل الوجه ويحدق فيه بكل شبابه وجماله لما يتحتم علي أن أبرر حبي بأي أسلوب آخر مستر دينيس ليس عليك أن تقنع كاهنا أن الحقيقة تبدو أحيانا على خطأ تماما تعلمت هذا منذ زمن بعيد في كرسي الأطراف وبعد ذلك فقد كنت أفضل أن تكون ميتا أو رجلا مختلفا مختلفا آه على سبيل القول مثل جدك ربما كان يتردد على دار الاضعارة بين الحين والحين عندما كان يذهب إلى الخارج ولكنه كان يؤمن بأنك لا تحب إلا المرأة التي تزوجتها لم يكن يقع تحت إغراء هجر زوجته أكثر مما تقع أنت تحت إغراء ارتكاب جريمة قتل المجتمع كان قويا جدا ربما تكون أفضل منه ولكنه سبب متاعب أقل بكثير ما كان هذا ما قصدت أن أفعلها ليس لك خيال واسع كيف تستطيع أن تمارس تجربة حب بدون متاعب أنا لا أريد تجربة حب وأنا أعتزم إفشاء الأمر برقة لزوجتي فيما بعد إنما لا يكون هناك ثمة مرارة أنا كنت على خطأ لديك خيال عظيم إذا كنت تتصور أن في استطاعتك أن تترك امرأة بدون مرارة زوجتي وأنا منذ فترة طويلة لم نعايش الحب كنتما رفيقين أليس كذلك؟ ما قصدت أبدا أن أؤذي أحدا لم أخطط لثمة شيئة أنا لم ألحظ روز إلا منذ شهرين كنت أتردد على والدتها عندما شخص الأطباء المرض ذبحة صدرية كانت تعرف أنها ستموت في أي لحظة عندما تمشي أكثر مما يجب أو تحمل ثقلا وقد أرادت أن تتكلم عن روز وما كنت كاثوليكيا ولكنها وثقت فيي وكلانا فقد الرجل الذي كان موضع عنايتنا الكبرى عندما مات زوجها ودخلت روز الغرفة لم أهتم حتى بأن أرفع عيني وأنظر إليها ولكن ولكن عندما انحنت لتقبل أمها شممت رائحة شعرها ثم خرجت من الغرفة كانت كمثل أرض خضراء تراها من القطار ثم تريد أن تتوقف عندها بالضبط حسنا أوقفت القطار لابد من دفع الغرام ولكنني أريد أن أدفعها وحدي للآخرين إذن هل كانت شقيقتي على حق؟ عندما ذهبت للجناز هل كنت تخطط؟ ولا حتى ساعتها ساعتها وربما كان يهولني الأمر لو لم أكن أنا شخصياً وروز فطائر الجناز الباردة زودت بها موائد الزفاف ولكن لم يكن ثمة زواج والآن لا يمكن أن يكون ماذا تفعل؟ أنت عالم نفس فلنستمع إلى حكمة فرويد ويونج وأدلر أليس لديهم جميعاً الإجابة التي تحتاج إليها لن تحصل مني إلا على إجابة كاهن وأنا أطلب إجابة كاهن حينئذ سأعرف ما يتحتم علي أن أحاربها هناك إجابة واحدة أستطيع أن أعطيها لك ميستر دينيس أنت تلحق الأذى بزوجتك وبروز وبنفسك وبالله الذي لا تؤمن به انصرف لا تراها لا تكتب إليها لا تقب على خطاباتها إذا كتبت لك سوف تعيش بضعة أسابيع فضيعة وأنت أيضاً أنت لست رجلاً قاسياً وفي النهاية علينا أن نضع رجاءنا في الله كل شيء سوف يكون على ما يرام ما يرام ما يرام يا لها من فكرة غريبة عندك عن كل ما يرام لقد هجرتها رائع وهكذا سوف تربط دائماً بين الحب والخيانة وعندما تحب رجلاً مرة أخرى سوف يكون هذا دائماً في رأسها الحب لا يدوم وسوف تنمي أجهزتها الدفاعية حتى تموت نفسها وأمضي أنا كما مضيت في السنوات العش الأخيرة أحصل على امرأة بين الحين والحين لليلة وعلى استخفاء بديلات وأعيش مع امرأة لا أرغب فيها ومصابة بالهستيريا ولديها الآن شيء حقيقي يبرر هستيريتها كانت تخترع الأشياء في السنوات العش الأخيرة منذ ما تطفلنا أحياناً أحياناً أتصور أنها اخترعت هذا حتى أنا لم أكن حاضراً مستر دينيس ألا تستطيح حتى أن تجد علاجاً لزوجتك لا 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 لأنني جزء من إحساسها بنعدام الأمن أنا داخل أعصابها المريضة كما أنا داخل بيتها وهكذا سوف تحرق البيت مستر دينيس حباً في الله لا تتحدث إلي بعد الآن عن علم النفس قل لي فقط ما تريده أن أعيش معروز أن أعيش حياة إنسانية مألوفة هادئة أن تكون عندي أسرة إنها تستطيع أن تستبدل باسمها اسمي تيسيراً للأمور من أجل الأطفال وهكذا لن يعرف أحد ربما تطلقني زوجتي يوم ما ونستطيع الزواج لن أكلف نفسي مشقة هذا روز لن تقبل زواجاً زائفاً أنت لا تعرفها أنا أعرف جانباً منها خيراً مما تعرف أنت لا تستطيع أن تخبع كاثوليكياً بتوقع المسجر المدني وتسمي هذا زواجاً مستر دينيس نحن نرتكب من الأخطاء العديدة مثل ما ترتكبه أنت ولكن لدينا القدرة على أن نعرف هذا أنا لا أقول إنها لن تكون سعيدة بشكل ما مستمرت الرغبة ولكن سوف تتركك حتى مع توقيع المسجد سوف تتركك أنا آسف من أجلك للتورط الذي وقعت فيه مع أحدنا سوف أخاطر بالأمر وزوجته المصاب بالهستيريا يصنع شجاراً ويمضي فيه حتى يحصل على ما يريد ولا يوجد إلا شيئان يمكن أن تفعلهما بالنسبة للمريض أن تعطيه ما يريد وهذا يقرب موعد الشجار التالي إنها تشتم رائحة النجاح كما يشتم الكلب رائحة الكلبة أو أن يتركها ويخرج إنها لا تستطيع أن تصطنع شجاراً وحدها وقد تركتها مراراً وخرجت لمدة نصف ساعة وهي مدة كافية أما الآن فسوف أخرج نهائياً أيها الأب إنني أبدو قاسياً أنا لست كذلك أنا أحبها فعلاً إنها زوجتي لقد دمرت صحتها من أجل الطفل أنا أريد أن أجعلها سعيدة لقد حاولت إلى أنني لا أستطيع أن أستمر لا جدوى في الاستمرار الأي منها سوف ننفصل وشيكاً أو فيما بعد وهذا لا يطيل إلا الألم ماذا بك؟ ماذا بك؟ له عالم فضيع ألا تستطيع أن تنسى ولو للاحظة أنك كاهن؟ أنا أنسى هذا إثنين وعشرين ساعة في اليوم أنت كرجل هل تستطيع أن تراروز سعيدة في هذا البيت؟ ثلاثة من العجائس وكل هذه الغرف المغلقة؟ ها؟ ولمه هي مغلقة؟ كانت خائفتين من الإقامة في غرف مات فيها أي شخص ولهذا أغلقت غرف النوم هكذا الأمر رأيت حالات مشابهة العصاب الإكراهي الناس الذين يرفضون التقدم في السن حتى يتوفر لهم اليقين بأنهم لن يموتوا مستر دينيس ما أشد حبك لأحكامك الخاطئة يا له من بيت الروز ما الذي سيحدث عندما تموت إحداهما؟ أو تموت أنت؟ هل تستطيع أن تتصورها وهي تنقل قطع الأثاث إلى مخبأ آخر؟ هل هذه حياة لفتاة؟ في جانبك الكثير من المنطق ولكن مستر دينيس ولكن ماذا؟ الله فائد الرحمات أنت لا تتوقع مني أن أعتمد على هذا لست أعرف إن كنا نفعل هذا كثيراً لا جدوى من سؤال شقيقتك ولكنني أسألك أنت دعني أتكلم معها ألا تستطيع أن تدعها فترة قصيرة حتى يقر قرارها على شيء؟ أو تتخذ لها شقيقتك القرار مستر دينيس أنت عالم نفس أنت تعرف كثرة وقوع الفتاة في حب رجال من سنك إنهن يبحثن عن أب وماذا في ذلك؟ روز لم تعرف أباها قط وهو كذلك وهو كذلك ربما أكون بديلاً للأب لا يهمني البتة إذا كان هذا يجعلها سعيدة فإنه مبرر حسن للحب أليس كذلك؟ كالشعر الأسود أو جانب الوجه الجميل الشعر يتغير ويتراكم الشحم تحت ذقن الرجل ربما يحقق البديل إحساساً بالرضى عمر بأكمله أنت لا تستطيع أن تفكر بلغة عمر بأكمله ربما أموت قبل أن تسأمني ربما إلا أنه أمر بشع أن تعتمد على هذا هل أستطيع أن أذهب للبحث عنها؟ إنها ليست في البيت هيلين إحتاطت لهذا هل أستطيع أن أنتظر عودتها؟ أنا لا أستطيع أن أصرفك أليس كذلك؟ هذه روس لا، أنا أعرف خطواتها إنها تصعد هل أراها برضاك أم بدونها؟ ماذا ستقول لها؟ سأطلب منها أن تحزم حقيبتها ميشيل، ولكنك اتصلت بالتليفون ها؟ قالوا لي أنك اتصلت بالتليفون أنا؟ نعم، قالوا أنك لن تستطيع الحضور أنك اضطررت للرحيل لمدة أسبوع أنا لم أتصل بالتليفون قط إنهم يريدون أن لا أراك ولكن هذا غير مفهوم خالي، أنت لا دخل لك بهذا الأمر؟ لا لا لا، إنه يريد أن يتحدث معك تستطيعين أن تدفع بي خارجاً ماذا حدث؟ ما الموضوع؟ أنتما كلكما إنه يريد منك أن تحزم حقيبتك أنت تاني، تاني أن نرحل؟ هل يعرفون كل شيء عنه؟ هل تريد مني أن أرحل الآن؟ اليوم؟ كم أنا محظوظة لأنني لم أفرغ حقيبتي أستطيع أن أكون جاهزة في بضع دقائق أوه خالي، أنت بالتأكيد ترانى أشراراً جداً لا لا لا، مجرد جهلاء وأبرياء لسنا أبرياء روز، افتح الباب من فضلك أنا لم أرد أن أولمك هكذا حدث الأمر لا تشغلي بي أنا أعرف أنه خطأ، ولكنني لا أهتم خلي، سوف نكون سعداء وهو حبيبي، هل ثمة ما يشغلك؟ هل حدث شيء؟ زوجتي تعرف كان سيحدث وشيكاً أو بعض وقت هل غضبت جداً؟ أه، لم تكن بالتحديد غاضبة لقد قضيت وقتاً مروعاً الآخرون يقضون وقتاً مروعاً نعم طبعاً، إنه لأمر محضن جداً لكن أنا سوف أكون على ما يرام، سوف ترى الناس يتخطون كل شيء بكت كثيراً جداً، تركتها تبكي افتح الباب من فضلك، أشعر وكأنني متواطئ خلي، أنا آسف تعالي لأراك عندما تنتهيان أنت لا تتصور أنني سأرحل دون أن أودعك حبيبي، قل لي، ما الذي دبرته؟ ما دبرته لم يلقى نجاحاً لن تطلقني زوجتي ربما لن نتمكن من الزواج قط لا يهم الأمر حقيقة أليس كذلك؟ وما كان من الممكن أن يكون زواجاً حقيقياً على أي حال وربما يموت الباط أنت كاثوليكية لم أعرف كاثوليكية قط من قبل عدا أمك ربما أكون نصف كاثوليكية، أبي لم يكن أنت لم تعرفيه قط، أليس كذلك؟ لا، ولكنني رأيت العديد من ثوري له أنف تكاد تشبه أنفك أنا لم ألحظ هذا قط هل أذهب لأعزم أمتعتي؟ أنت لا تهتمين بموضوع الكنيسة أتوقع أن يكون كل شيء في النهاية على ما يرام سأعترف أنا على فراش الموت وأموت وسط بخور القداسة أطفالنا سوف يكونون غير شرعيين أبناء السفاح هم الأفضل هكذا يقول شيكسبير مثلنا مصرحية الملك جون في الامتحان النهائي في المدرسة الراهبات قفزنا فوق هذه العبارات وأمثالها كانت هناك عبارة جميلة عن أبناء سفاح ولدوا في ظل الورود أحببت دور فولكن بريدج كأن هذا حدث منذ زمان بعيد لن تسمح لك خالاتك بالعودة إلى هنا هل تظنني أهتم؟ حبيبي أنا لا أطيق هذا البيت إنه يبعث الرهدة في جسدي هل تعرف لماذا أغلقنا الغرف؟ نعم لا أستطيع أن أمنع نفسي عن التفكير أيهما ستموت أين؟ إذا ماتت إحداهن هنا فلن يكون لديهما غرف كافية للمعيشة إنه شيء بشع حقيقة كأنه شيء من روايات إيدجار لونبو ما أكثر الكتب التي قرأتيها أنت لست غاضبا أليس كذلك؟ سأفعل أي شيء تطلبه مني فقط قل لي أين أذهب وسوف أذهب مثل قديم شعبك سوف يكون شعبي ميشيل أصحابك كلهم من علماء النفس على ما أظن لا ليس كلهم قرأت فرويد في سلسلة بينجوين سايكولوجية الحياة اليومية أنت قرأتيها فعلا؟ حبيبي، ثمت شيء نعاني منه أنت، أنت لم تقع في حب امرأة أخرى؟ لا، أنت الخاتمة لن أكون واثقة أبدا من هذا لم تضيع معي الكثير من الوقت ليس لدي الكثير من الوقت لأضيعه حبيبي، أنت مهموم تماما كما كنت بالأمث ما الأمر؟ فقط إحساس ملعون بالمسؤولية روز، انصتي إليه هذا أمر خطير هل فكرت فعلا أنك أنا لا أريد أن أفكر أنت تعرف كل الأشياء، أنا لا أعرف حبيبي، أنا لم أقع قطف الحب من قبل أنت أحببت؟ أنا أحببت؟ زوجتك آه، نعم أنت تعرف أي طريق نشقه قل لي ماذا أفعل وسأفعله لقد حزمت حقيبتي ولكنني سأفرغها مرة أخرى إذا أردت الأمر بطريقة أخرى حبيبي، سأفعل أي شيء يجعل الأمر أكثر يسرا بالنسبة لك قل لي أن أذهب إلى ريجال كورت الآن هذه اللحظة وسأذهب ريجال كورت؟ نعم، حيث الناس يمارسون الحب هكذا يقول كل الناس سأذهب هناك الآن وأعود إلى هنا سألتقي بك هناك كل يوم أو أخذ حقيبتي وأرحل معك لسنوات سنوات فقط؟ قل لي فقط ماذا تريد؟ أنا مطيعة إلى أقصى أحد الأمر ليس أنت وأنا بالضبط عليك أن تفكري لا تجعلني أفكر حذرتك أن لا تجعلني أفكر أنا لا أعرف عن الأشياء سينقضون علي أن أتيحت لهم الفرصة سوف يقولون هل أخذت في اعتبارك قط هذا؟ هل أخذت في اعتبارك قط ذاك؟ أرجوك أرجوك لا تفعل بهذا أنت عيداً ليس بعد فقط قل لي ماذا تريد أنت أنت عزيزة جداً عليه طبعاً أنا أعرف هذا أنا لا أريد لك أن ترتكبي خطأاً خطأاً واحداً لا يهم كثيراً يوجد رحبة من الوقت قال لي خالك أنت لست رجلاً قاسياً لا أعرف الكثير عن الشباب لقد سببت الكثير من المتاعب في الأسابيع الأخيرة أنا أعلم ذلك هلم أسبب أنا أيضاً؟ عزيزي لا تشغل هكذا الهموم تجلب الهموم هكذا كانت تقول مربيتي فلنتخلك لانا عن التفكير شهراً شهراً واحداً وحينئذ سيكون فات الوقت ليتني أستطيع ولكنك تستطيع أنت تستطيعين أن تعيش اللحظة لأن الماضي صغير جداً والمستقبل واسع جداً ليس لي إلا مستقبل صغير أنا أستطيع أن أتصوره بسهولة حتى خالك يستطيع أن يتصوره لي والماضي وقت طويل جداً ومملوء بالأشياء لا أتذكرها لم تكن بالأمس حكيماً إلى هذا الحد البشر فلتحتملي حكمتي طبعاً إذا كان حطم علي ميشيل هل نذهب الآن؟ يجب علي أن أذهب إلى البيت أولاً وأودعها سوف تعاني لا تبدد حنانك علي بعد كل هذه السنوات من حقها أن تحس بالأمن أنا آسفة لست أنت الغاضب منها أنا أنا غاضب على كل العالم الذي يتصور أنني لا أهتم أنت لن تدعها تدير رأسك أليس كذلك؟ لا كنت ملكها لزمن طويل سوف يكون لديها كل الكلمات المناسبة لتستعملها أنا، أنا لا أعرف إلا الكلمات غير المناسبة أنت لست في حاجة للكلمات أنت، أنت صغيرة والصغار ينتصرون دائماً في النهاية روز ميشيل، أين سنلتقي؟ محطة لانكستر كيت بعد ساعة هل ما زلت ترغب فيه؟ نعم أقصد، مثل أمس ما زلت أرغب فيك بنفس الطريقة بالضبط لم أكن جيدة جداً، ولكنني أتعلم بسرعة كبيرة جداً ليس ثمة ما تخشينا ملكك كل المستقبل لا أريد له أن يمتد أطول من مستقبلك سنلتقي في ظرف ساعة وداعاً يا قلبي روز تغلق حقيبتها تذهب إلى النافذة تحاول أن تطل عبر القطبان ثم تتسلق مقعداً لترى أفضل تيريزا تدخل وتعبر الغرفة إلى الحمام وعندما يغلق الباب تدخل هلين لترى الحقيبة تتوقف روز تستدير لها عزيزتي، أرجو ألا تفتح النافذة أنا آسفة يا خالة هلين كان خطأاً كبيراً منك أن تخبريني أن ميشيل قد رحل كنت أفقد أثره سأعود لأودع الخالة تيريزا تيريزا روز راحلة يتحتم علينا أن نمنعها تيريزا كفي عن هذا العبث دعي هذه الحماقة جانباً تيريزا تيريزا هلين هل ناديتني؟ أنت سمعت ما قلته أم ترى لم تسمعي؟ كنت في غرفة جيمس كيف أستطيع أن أسمع؟ كنت هنا في المقصورة تتظاهرين مرة أخرى بأن أحداً لا يراكي؟ أوه لا لا أنت تتوهمين الأشياء يا عزيزتي هل تريدين فعلاً أن تقولي لي تيريزا هل أنت بخير؟ أظنوني بخير يا هلين هل هل سمت شيء تريدين أن تتحدثي إلي عنه؟ تريد إجلسي 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 هل تعرفين عندما دخلت الآن كنت تمشين إلى حد ما متعثرة كما حدث منذ عشر سنوات عندما قال الطبيب لا لا أنا أنا أذكر ما قاله قال إن عليك أن تكوني حريصة جداً جداً هلين هكذا كنت إنه قال لا أريد أن أسمع لا 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 أريد أن أسمع تريزا هل أقرأ لك شطراً من الزهرة الصغيرة؟ لكنك لا تفعلين هذا إلا عندما أكون مريضة فقط هلين هل أنا مريضة؟ مريضة حقاً؟ إجلسي إجلسي تريزا هل شعرت بإغماءة خفيفة عندما تيقفت؟ ربما يا هلين ولكن للحظة قصيرة وصدار يا عزيزتي لا لا أظن هذا صدار ضئيل جداً وقلبه إنه ينبد هلين أنت لا تعتقدين طبعاً لا ولكن علينا أن نكون في سننا حريصين جداً ستذهبين إلى الفراش يا عزيزتي أليس كذلك؟ لا ولكنني لا أريد أن أكون عبئاً يا عزيزتي غداً أطهو علي ولا يوجد من يساعدك في المساء مع الفرن عندما تنصرف مهر توجد روز الآن يا عزيزتي توجد روز روز ستساعد أليس كذلك؟ إنها صابية طيبة لن تتركنا إن عرفت أننا نواجه بعض المتاعب سأناديها الآن لتأخذك إلى الفراش هلين أني أكره فراشي لا أستطيع أن أستريح هناك هل أستطيع أن أستريح هناك؟ ولكنك ولكنك يا تريزة تتذكرين اتفاقنا لا أستطيع أن أسمع ما تقولينه يا عزيزتي كأنك صماء قليلاً اليوم قدرتك على السمع تذهب وتجيء تريزة حاولي أن تقف طبعاً أستطيع أن أقف هيا هيا للفراشي يا عزيزتي روز روز وأنا سنعنى بك هلين أرجوك عندك غرفة نوم جميلة جداً يا عزيزتي أريد أن أقول لك ماذا؟ أريد أن أقول سأرسل ميري إلى محل لتحضر لك صورة مقدسة أخرى لتغطية البقعة الموجودة على الجدار حيث كانت صورة الأم معلقة تريزة هل ترغبين في زهرة صغيرة أخرى؟ أفضل القديس فانسان دوبول ولكن هيلين بعد بضعة أيام سوف تنهضينا وتمشينا في البيت هيا يا عزيزتي هيا حاولي أن تمشي وحدك حاولي حاولي أستطيع حاولي أنا فعلاً أستطيع حاولي أوه بحذرني يا عزيزتي بحذر 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 استندي على ذراعي استندي على ذراعي روز 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 تريزة عزيزتي تريزة 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 روز روز أعوكي روز النجدة 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 الفصل الثاني المشهد الأول نفس منظر الفصل الأول غرفة المعيشة بعد ثلاثة أسابيع تيريزا براون تجلس على مقعد وثير وشال يغطي ركبتيها الأب براون يجلس بجوارها في مقعده ذي العجلات في تلك الليلة محظوظة الطالع في خفاء مبهم على الأبصال ذهبت بلا بصيرة وبلا أي نور آخر عدى ذلك الذي كان يتوهّج في قلبي أضاء ومن ثم قاد خطاي أشد وثوقا من ضوء الظهيرة الوضاح إلى حيث كان ينتظر بالقرب هناك ذلك الذي كنت أعرف حضوره جيدا هناك حيث لن يكون حضور غيره اقرأ قليلا أيضا أنا أفضل كثيرا ما تقرأه عما تقرأ هيلين أنا لا أفهمه ولكنني أرتاح له إنها تقرأ لي دائما من القديسة تريزا وهي تتكلم عن زهرة الصغيرة ولكنها في الحقيقة زهرتها هي آه تختلط الأمور بهلين إنها تتصورنا عجوزين ولكنها عجوز أيضا وهي لا تقصد الإساءة جيمس هل أوشكت على الموت أمس حقيقة وكيف أعرف كلنا وشيك الموت على ما أتمنى عدا روز أتعرف لمقرد لحظة لم أرغف الموت في غرفة الحضانة حيث كنا نقضي النهار وحيث كان لعبنا دائما هناك أردت أن أموت حيث مات الآخرون جميعا أموت في غرفة نوم حقيقية ولم لا؟ لمجرد لحظة ثم كنت خائفة جدا ما أحسست أبدا من قبل بالخوف إلى هذا الحد هيلين تقول إنها كانت فكرة أولا إغلاق كل غرف النوم لا أستطيع أن أتذكر جيمس هل كان الأمر كذلك؟ أنتم الإثنتان أردتم هذا على ما أظن لا أستطيع أن أتذكر الآن على أي حال ستفتح الغرف بواسطة شخص آخر قبل مضي وقت طويل ربما تفتحها روز يتحدث الناس عن الروح ولكنني لا أفكر إلا في الأشباح الموتى الذين لا يستطيعون النوم قصة روتها ليهيلين ذات مرة عن الأرواح الضائعة أخطأت عندما خلعت لكما بشأن هذه الغرف في البدء بدا لي الأمر تافها وغير مهم لما أختلف معكما حول نزوة ولكن ربما كان ينبغي علي أن أقاومكما تريزا كنت عديم الفائدة تماما هل تعرفين أحلام اليقظة التي كانت تراودني؟ لقد عاد إلي الآن واحد منها مرة أخرى ربما تنتمي للطفولة الثانية إنني أحلم بمديد المعونة لشخص ما في محنة هائلة أقول الكلمة المناسبة في الوقت المناسب في الأيام الماضية وفي كرسي الاعتراف مرة كل خمس سنوات ربما كنت أحس أحيانا بأنني فعلت هذا بالضبط كانت تجعل السنوات فيما بينها مبررا أما الآن فإنني لا أدري إن كنت سأعرف الكلمة المناسبة إن حالت الفرصة جيمس أنا خائفة أن أموت خائفة حتى من التفكير في الموت ثم جاءت روز وبدأ وكأنني أفزعتها إنه بيت لطيف ولسنا ناسا سيئين لا أدري لما يتحتم أن يكون حولنا كل هذا القدر من الخوف ربما أفزعها خوفك خوفك الأحمق من الموت هل هو خوف أحمق؟ ينبغي أن لا يخشى الموت مخلوق يؤمن بالله جيمس ولكن توجد الجحيم تريزا تريزا لسنا على هذه الدرجة من الأهمية الرحمة هي ما أؤمن به الجحيم للعظماء للعظماء جدا لا أعرف شخصا تصل به العظمة إلى الدرجة التي تجعله جديرا بالجحيم عدى الشيطان أنا أشجع قليلا الآن فقط لأنني عدت إلى هنا إلى غرفة المعيشة كان خيرا ما صنعت هيلين عندما غضت تلك المساحة من غرفتي بصورة لكنني قلت لها لا تعلق صورة صورة الزهر الصغيرة أل تعتقد أن هيلين تحبها لأنها ماتت صغيرة؟ أحيانا تنظر إلي روز بطريقة غريبة وكأنها تفكر في تلك اللحظة حتى أنت ربما أعيش من بعدك أنت تحتاجين للراحة هل أقرأ لك قليلا؟ نعم ما زال القديس يوحنى يتكلم عن ليل الروح المظلم إنه من الصعب علينا أنا وأنت أن نفهم ما يعنيه القديس ونحن لم نصل مثله إلى ذلك المدى وكما ترين فإن القرب من الله هو الذي يزوي الرجل ونحن كلنا على بعد كبير مريح منه إنه يحاول أن يشرح ذلك الليل المظلم الذي وجد نفسه فيه ليل بدى بلا حب ولا حتى قدرة على الصلاة أنا أصلي ليلا وصباحا تريزا أنا أتذكر صلوات الأطفال يا أبان الذي والقديسة مريم جزية تدفع ولكنني لا أستطيع أن أستغرق في التفكير عشر دقائق دون أن يشرد عقلي أما بالنسبة للتأملات فهذه تبعد عني عالما بكامله ثمت شيء قرأت عنه في حياة القديسين عندما كنت أعمل في أبروشية اعتدت أن أقول لنفسي لا وقت عندي للصلاة حسن لقد أعطيت عشرين عاما وما زلت حتى اليوم لا أستطيع إلا أن أتلو أبان الذي وهل أصليها حقيقة أحسبك في ليلة مظلمة خاصة بك يا جيمس لا 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 لن أصل أبدا إلى هذا النوع من اليأس ليست عندي أعباء كهنوتية أنا أعيش في راحة وأطعم جيدا وأنا سعيد معكما وأستطيع أن أقرأ لكم من الكتب ما يقوله القديسون حتى ولو كنت أستطيع أن أشاركهم المشاعر تريزا ما طعام العشاء الليلة مكرونة بالجمد عزيزي هل عادت ميري؟ أليست في المطبخ؟ أرسلتها لقضاء غرض إلى المطقر؟ ليس بالضبط لم أرها منذ الغداء خرجت بعد الغداء مباشرة انتظرت أن تعود لتغسل أواني الشاي الأفضل فيما أظن أن أفعل هذا بنفسي ولكن روز عزيزتي أنت لا تتوقعين أن تكون روز هنا أليس كذلك؟ جيمس ماذا كانت تعني؟ لا أعرف روز روز كانت طيبة جدا معي طيبة جدا عندما كنت مريضة كنت أستيقظ فجأة وأنا خائفة جدا لأجدها جالسة غلبها النوم بجوار فراشي على المقعد أذكر عندما كنت طفلة قبل أن تولد هيلين أتدت أمي أن تسمح لي بمصباح صغير يضيء أثناء الليل لأنني كنت أخاف جدا نعم كنت أخاف النور يحدث صوتا كأنه شخص ما يتنفس بانتظام مستو روز وهي نائمة إنها صبية شفوق إلا في البداية كانت عنيفة جدا معي في البداية نعم ولا أدري لماذا لا يهم الأمر الآن قبل أن أمرض بالضبط قالت لي هيلين شيئا عن رحيل روز لا أذكر ولكنه شيء روز ولكنها إلى أين تذهب ها تهرب يا جيمس هذا ما قالته لا أعتقد ولكن لماذا تهرب هل تهرب منا هل هو الخوف مرة أخرى لا تشغلي إنها ما زالت هنا لا يقول الأخرون لي شيئا وما أكثر ما لا أفهم لا تحاولي إنه من الأفضل أن لا نؤمن إلا بما نرى وأن لا نسأل أسئله دع الأسئلة لعلماء النفس إنهم يسألون هل الأمر حقيقة هكذا هل تعتقد فعلا هذا أم أنك تعتقد وأنك تعتقد ولكن ميس روز ميس روز أرفوك ادخلي هنا ميس روز كانت عندي أوامر أنا أعرف ماذا كانت أوامرك هيا اروي روايتك ولكن ميس روز سيدتك ليست هنا أليس كذلك خالة هيلان إنها في المطبخ يا روز ستصعد حالا الآن وقد عادت جاسوستها ميس روز أرجوك هل كنتم كلكم في هذا؟ نحن لا نعرف هذا حتى أنا آسف كان ينبغي أن أدرك أنه عملوها وحدها إنها تكرهوني روز هذا هراء وأنا أعرف لماذا الحب هو الطبيعي الحب هو أن تولد وتتقدم في السن ويكون لك أطفال وتموت وهي لا تستطيع أن تطيق هذا إنها تريد أن تبني جدارا من الغرف المغلقة وفي الوسط توجد غرفة المعيشة هذه ما من أحد سيموت هنا الحركة الدائمة ما من أحد سيولد مطلقا هنا وأنا أستطيع أن أقيم هنا طول الليل فأنني صغيرة وليس في ذلك خطر ولكن يجب أن لا يأتي ثمة رجل لزيارتي هنا لأن الحياة ربما لا تظل في حالة سكون ربما نمارس الحب وهذا يعني أن نتقدم في السن ونتعرض للأخطار في غرفتكم الثمينة المتحفية والعصر عام 1902 ماذا عن سنة 1902 يا حبيبة الصغيرة ميري ميري ماذا تفعلين هنا أحضرتها معي أردت أنا أيضا أن أسمع تقريرها أي تقرير يا عزيزتي تقريرها عن تحركاتي طبعا كيف وصلت إلى فندق ريجالكورت في الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة وغادرته في الخامسة والربع كيف لم تستطع أن تتعرف إلى شخص آخر دخل لأنه وصل قبل ميري الأفضل أن تذهبي أريد أن أسمع التقرير ميري اذهبي عزيزتي روز لا أستطيع أن أعرف عما تتحدثين نعم تستطيعين وسأعطيك كل التفاصيل لأن ميري لا تعرف ميشيل كان هناك في الثانية والنص قبلي وقبل ميري وصلت هناك في الثالثة وارتديت ملابسي مرة أخرى في الخامسة لم يكن في استطاعتها أن تقول لك هذا أليس كذلك؟ ولم نمارس الحب كل ذلك الوقت كأن الناس لا يستطيعون وكنا هناك ثلاثة أو أربع مرات كل أسبوع على امتداد ثلاثة أسابيع منذ أن منعتني نهائيا عن الهروب بسبب حاجتك لي لكي أعاونك كان في استطاعتك أن تستغنين عني تماما لو أن وقت ميري لم يضيع بهذه الطريقة هيلين هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح بشكل ما أردت أن أعرف أين تذهب عصر كل يوم تقريبا لقد توقعت هذا لماذا؟ تريزا تريزا كفي عن هذا البكاء الطفولي المثير للشمئزاز أنا سألتك لماذا؟ إنها مسئوليتنا كان واجبا علي أن أكشف هذا الموضوع أنت ضعيف جدا وقد قذفت بهم الواحدة في أحضان الآخر وهي قالت لك إنها سترحل معه وهذه خطيئة مميتة وكيف تعرفين؟ لأنه رجل متزوج طبعا طبعا هل تعتقدين أنك تستطعين التعرف على الخطيئة المميتة عندما ترينها؟ أنت أكثر حكمة من الكنيسة إذن؟ كن أكثر تعقلا نعم شرط أن يكون فيك بعض الخير أنت أحمق أنا أرى ما هو أمام عيني الله لا يطلب مني أن أفعل أكثر من هذا أنت سمعتها تتبجح كان من الممكن أن يكون مقيمين معا يوما ويوما لا لو لم أمنعهما منعتيهما؟ طبعا لو لا لكن مقيمين معا الآن طبعا كنا أصبحنا عشيقين أنتم تتكلمون كثيرا عن الخطيئة المميتة لم لم تدعيني أرحل؟ أهذا أفضل؟ عصر كل يوم في ريجال كورت؟ نعم أفضل وقريبا سيصل الأمر إلى نهايته بهذه الطريقة إنهاء الحب شيء طيب بالنسبة لك أليس كذلك؟ هذا النوع من الحب ما هو الفرق بين هذا النوع من الحب وأي نوع آخر؟ هل ممارسة الحب معه كانت تختلف إذا لم يكن له زوجة؟ فقط أكثر ساعدة أنت قلت إنك منعتيهما نعم وأنا لا أخجل من هذا إنها تستطيع الذهاب إلى الكنيسة للإعتراف في أي وقت تشاء وأذهب للإعتراف وأفعلها مرة أخرى هل تزعمين أن هذا أفضل من إنجاب الأطفال والحياة؟ في خطيئة مميتة؟ الله أكثر رحمة وهي خطيئة أخرى أن تعتمد كثيرا جدا على رحمة الله لهم اسم لهذا أيضا أنا أعرفه علمه لي الراهبات إنه إنه يسمى الجرأة حسنا لعنة الله علي بالتأكيد سأكترق ماذا تعنين بقولك إنك منعتيهما؟ تريزا لم تكن مريضة لم تكن مريضة؟ كان مغمن عليها على الأرض؟ أنا قلت لها إنها مريضة وصدقت جيمس كان علي أن أتصرف بسرعة لو لم تكوني حمقاء لعتقدت أنك امرأة شريرة جدا لا أفهم ما تتكلمون عنه جميعا ربما تستطعين أن تشرحي لها أنا لا أستطيع عزيزتي تريزا اذهبي إلى غرفتك مع هيلين ما زلت يقضى منذ وقت طويل جيمس هل تحاول أن تتخلص مني؟ نعم يا تريزا أنا أحاول خذي كتابي أريد أن أكلم روز على انفراد هيلين ألا تأتين معي؟ لا أنا لا أثق فيك سأبقى تبقينا إذا كنت تريدين أنا أعرف هذا روز اصحب تريزا إلى غرفتها جيمس أنت ستأتي وتقرأ لي تحية المساء ما زال الوقت مبكرا سأتي وأقرأ لك حتى أغلبك النوم سأتي قبل العشاء كان من الممكن أنت لم أقل لها إلا أنها لا تبدو في حالة طيبة لم يكن قصدي أنت قلت لنا بوضوح كاف ما كنت تقصدينه تمنيت لو أن هذه الفتاة لم تأتي قط إلى هنا وكذلك أنا لقد حطمناها فيما بيننا نحن لسنا بالذي يولام هو ذاك الرجل بكل خبثه لا تلوميه لا تلوميه لوم الخير الذي كان فيه نوامات كتب مقدسة صور مقدسة اشتراك في جمعية المذبح ألا تعتقدين أنها لو كانت قد جاءت إلى بيت فيه حب ألم تكن ترددت قليلا وفكرت مرتين وتحدثت إلينا ولما لم تفعل لأن الخوف كان في هذا البيت وليس الحب لو كنا طلبنا منها تضحية فما الذي كنا نقدمه لها في المقابل تفاهات دينية تكلم عن نفسك يا جيمس أنا أفعل ذلك هو الخير الجالس الذي يتكلم بتقوى ويبلى باستمرار لقد فسق بها إنها كلمة غبية وماذا إذا كان فعل الله أحيانا يتحول عن الفعل ولكن كلمات التقوى فإنه يبدو أن الله يتركها جانبا مثل النباتات المتطفلة بلا فائدة وبعد الأفضل أن تعتذري لها أعتذر ليس من حقك يا هيلين أن تتقصي خطواتها إنها في رعايتنا كذبت علينا وأنت كذبت علي هناك أكاذيب وهناك أكاذيب لا حاجة بنا لمزيد فليسامحني الله ولكن هيلين لقد ضقت بك انصرفي أرجوكي لا سأبقى هنا أنا أعرف أنني شقيقك ولكنني ما زلت كاهنا وأطلب منك أن تنصرفي أحسنت الكنيسة بالتخلص من كاهن مثلك عديم الفائدة هل تعرف ماذا يعني هذا؟ إذا كانت الخالة تريزة في حالة طيبة فأنا حرة أنا أستطيع أن أرحل معه ما زلنا حيث كنا بالضبط حقا؟ نعم، لم يسأم أحدنا الآخر إن كان هذا ما تعنيه نحن نحب بعضنا البعض أكثر نحن نعرف بعضنا البعض الآن على حقيقته أنا مصرور لأن الساعات في ليجال كورت كانت مجزية إلى هذا الحد لا تسخر مني، أرجوك لا تسخر مني أنا لا أشعر برغبة في السخرية ليس الأمر بديعا على الإطلاق إنه لأمر حزين حزين أنا متعبة، لا أدري ماذا أفل الأمر كلانا نتقبله عندما نكون معا في الثانية والنصف نحن سعيدان ولا نزال حتى الثالثة ثم أحيانا ننام قليلا ولا يكون الأمر سيئا جدا في الرابعة ثم ثم نسمع الساعة تتدق الربع الأول وهنا تبدأ كل الأحزان الرابعة والربع ونحن نتصرف بتعقل محزن عندما أتصل الساعة إلى الخامسة هناك ساعة صغيرة بشعة فرنسية الصنة على رف المدفأة ذات يوم سأخطم وجهها الجميل إن بغي علي أن لا أقول لك هذا كله أنا أريد أن أسمع لا يتحدث الناس كثيرا إلى الكهنة إلا بالصيغ المحفوظة أمام كرسي الاعتراف الموضوع داخل صندوق كالكفن منذ اعتراف الأخير منذ ثلاثة أسابيع ارتكبت الفحشاء سبعة وعشرين مرة هذا ما تود الخالة هيلن أن أقوله وهو أيها الأب لا يعني شيئا ألا يفترض فينا أننا نتحدث إلى الله من خلالك أليس كذلك؟ والله يعرف كل شيء عن الساعة الموضوعة على رف المدفأة أنا لا أريد أن أعترف أنا أريد أن أقول يا إلهي العزيز أعطنا المزيد من الحب أعطنا أن نحيا معا لا تدع الأمر ينتهي بمجرد رجال كورت مرة أخرى وأخرى هل تفهمني؟ قليلا كل ما أستطيع ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ عزيزتي أنا لا أسألك بصفتك كاهن أنا أعرف تلك الإجابة إلا أنني لا أستطيع أن أؤمن إنما تقوله الخالة هيلن صحيح إن الله يفضل رجال كورت ووداعا أقولها ثلاث مرات كل أسبوع على ذلك الشيء الآخر ماذا؟ السلام والأطفال والتقدم في السن خارج الكنيسة لن تكوني سعيدة نعم سوف أكون سوف أكون أيها الأب لا تخطئ الحكم في هذا قط أستطيع أن أحيا عمرا كاملا دون أن أتناول السر المقدس لن يؤلمني هذا ولكن ولكن عمرا كاملا بدونه عزيزتي يتغلب الإنسان على الفراق الزمن يمر ولكن عليك أن تعيش عبر آلامك أولا عليك أن تحلم بالليل أنكما معا وتستيقظ في الصباح وحيدا ثم تحصي الساعات حتى يأتي وقت النوم مرة أخرى ما أكثر ما تقدمت في السن في ثلاثة أسابيع هل تعتقد أنني أستطيع إذا تركت ميشيل أن أحب إلها يطلب كل هذا الألم قبل أن يعطي نفسه أنت تبسطين الأمور كثيرا جدا أيها الأب الحب موقف بسيط ما من شيء مهقد فيه لست ظاهرة فريدة عزيزتي روز المشكلة أنك لا تثقين في الله كثيرا لسوف يسهل عليك الأمر كثيرا جدا إذا أغمطت عينيكي وتركت الأمر له وهل سيفعل حقا ليس هذا هو الأسلوب الذي يعمل به دائما انظر انظر إلى العالم من حولك هذه الأيام يبدو كأنه يطلب أبطالا وأنا لست بطلة أنا جبانة أنا لا أستطيع أن أحتمل الكثير من الألم أيها الأب والكثير منا كذلك وعندما أخونه فأنا لا أفعل أسوأ مما فعل بطرس أليس كذلك نحن بالضبط لا نهتم بالله كثيرا ونمضي في حياتنا مع ذلك بكل هدوء على المرء أن يكون جديرا بالفشل ولكن خالي أنا لا أريد أن أحاول أنا جبانة أنا أريد قدرا محدودا من الراحة الإنسانية المألوفة لا أريد كلمات محفوظة أحب الله ثق في الله كل شيء سوف يكون ذات يوم على ما يرام خالي أرجوك كل شيء لا كاثليكيا روز ثمت شخص في الطبق الأول يريد أن يراك من؟ ماذا تريد؟ ما الذي أحضرها هنا؟ قلت لك إنها تريد أن تقابل روز هيلين هل هذا من فعلك أيضا؟ قولي لها إن روز مريضة أو ليست هنا قولي لها أي شيء ولكن تخلصي منها من حقها بالطبع هذه الصبية عندها ما يكفيها من المتاعب صبية؟ نعم صبية أنا هنا ما الذي تنتظرينه؟ قولي لها أن تصعد إلى هنا ميري ميري قولي لمسيس دينيس تتفضل هل تحتملين الموقف وحدك؟ احتملت فكرة وجودها طوال هذه الأسابيع نادني إذا احتكت إلي سأكون في غرفتي تفضل يا ميسيس دينيس هل ميشيل هنا؟ لا، هل كنت تتوقعين وجوده؟ قال لي إن عنده محاضرة ولكن لم يعد عندي يقين الآن أنت روز أليس كذلك؟ وأنت زوجته أليس كذلك؟ قرأت أحد خطاباتك سقط من جيب سترته المنزلية وبعد؟ دائماً يرتكب هذا الخطأ السادق لاحتفاظ بالخطابات فيه وهل هذا ما جئت لتقوله لي؟ هل يستحق صعودك كل هذا الدرك؟ أحسست أن خطابك مؤثر جداً أنت تثقين فيه كثيراً جداً نعم، هذا صحيح لا ينبغي أن تفعلي هل تعرفين؟ بطبيعة الحال أنت لا تستطيعين أن تعرفي فلن يقول لك كانت دائماً هناك مشاكل مع طلبته يقرؤون فرويد معاً على ما أظن في العام الثالث بعد زواجنا بالضبط بعد أن مات طفلنا كان في استطاعتي أن أطلقه ولما لم تفعلي؟ لأنه يكون أكثر سعادة وهو معي سوف يكون دائماً أكثر سعادة معي سأغفر له أي شيء هل تفعلين هذا؟ لا، لأنني أحبه لن أرغب في الاحتفاظ به بالغفران أسيراً لن أحتفظ به دقيقة واحدة إن رغب في أن يكون في أي مكان آخر إنه يتوهم هذا فقط ومن حقه أن يتوهم من حقه أن يتوهم خطأاً لو كان يحبك حقيقةً لكان قد هجرني كان يعتزم هذا منذ ثلاثة أسابيع ولكنه ما زال هنا لأنني رفضت أن أرافق لماذا؟ لأنني وقعت مثله في الشباك الشفقة إنه يشفق عليك أنا لم أحس بشبح شفقة ليلة الأمس أنا لا أصدقك إذا كنت على استعداد لأن تشاركيني فيه فبأي حق؟ أنت تجذبين أنت تعرفين أنك تجذبين ما الذي جئت من أجلي إلى هنا؟ أنت تجذبين لكي تحطميني أنت شريرة 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 كلمة غريبة لتصدر منك أنا زوجته وتستطيعين أن تظلي زوجته أنا لا أريد إلا أن أكون عشيقة أنا آسفة الأمور مختلطة إلى أقصى أرجوك أرجوك لا تأخذيه مني وماذا أستطيع أن أفعل؟ أنا أحبه بشكل فضيح ولكنني أنا أيضا أحبه أنا لا أريد إلا أن يبقى بجواري وهذا لا يعذبك لا يعذبني أنا أنا كنت أكذب لم نكن معا كما قلت لكي لسنوات عديدة الحب ليس كلهم مراسة الجنس ربما أتخلى عن هذا أحيانا من أجل أن نكون معا أن نكون معا ساعة تناول طعام أن أعود إلى بيت هو موجود فيه لأجلس في سكون مع كتاب في نفس الغرفة متى طرحلان؟ أنا أعرف أنكما تعتزمان هذا لا تعذبيني قولي لي لا أعرف أنت صغيرة أنت صغيرة وتستطيعين أن تجد أي عدد من الرجال أرجوك اتركيه لي أنا لا أستطيع أن أعيش بيتونة سأموت سأموت إن هجرني سأقتل نفسي لا لا لن تفعلي أبدا بل سأفعل أنا أعرف ما يدور برأسك بعد هذا أستطيع أن أتزوج أرجوك أرجوك أبتعد عنه ابتعد عنه وأرجوك اذهبي حيث لا يستطيع أن يجدك أنت شاب سوف تتحملين فراقة الشباب دائما يفعلون ولكنني لا أريد أن أتحمل أنا مريضة أنا مريضة ألا تستطيعين الانتظار؟ انتظري ستة شهور فقط وسوف ترين ستة شهور ليست كثيرا ليس من حقك على الإطلاق ليس من حقك أن تؤذيني بهذا الشكل ليس من حقك أنت أرغمتيني على أن أفعل هذا أنت أرغمتيني أني أريد أن أموت أريد أن أموت أريد أن أموت وأيضاً يريد موتي كلكم تريدون موتي لا 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 كلنا لا نريد إلا أن نكون صادق إن هجرني فلا سوف أصاب بالجنون سوف أصاب بالجنون أرجوك أحضر لي جرعة ماء عزيزتي أرجوك أطفئي هذا المصباح النور قوي جداً تفضلي أبعدي هذه الزجاجة لماذا فعلت هذا؟ أستطيع أن أشتري المزيد اشتري إذن أنت تحاولين ابتزازي أنت تستخدمين أسلوب الابتزاز معك ميشيل شكراً لله ميشيل سمعت أنها هنا حاولت أن تقتل نفسها لا 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 لن تفعل أنا أعرف حيلتها هذه أنت وعتي ألا تفعل هذا مرة أخرى عزيزتي لا فائدة من هذا لا تقل عزيزتي أنت، أنت عزيزة علي أنا أدعوك بما أنت هو ولكنك سوف تهجرني نعم أنت ذا قلتها الآن لم تقلها أبداً من قبل كنت ضعيفاً أنا، أنا أعرف هذا وقد زدت الأمور سوءاً المفروض أن أعرف عن عقول الناس ولكن عندما أقع في التجربة فإني أتصرف كالآخرين ميشيل، إنها صغيرة جداً بالنسبة لك لقد جعلتها تتقدم في السن فعلاً ميشيل، وماذا سيحدث لي؟ لا يوجد حتى طفل سوف تستقرين لك أصدقاء، بعد فترة قصيرة بالتأكيد نستطيع أن نلتقي في بعبعات إذا رحلت فلن تراني مرة أخرى لن تعرف ما سيحدث لي لن تعرف إذا كنت مريضة أو بعافية لن أسمح لك أن تحضر لتشهد دموعي ولكنني أريد لك السعادة لم نكن سعداء طويلاً قبل أن ألتقي بروس أنت تتكلم كثيراً جداً عن السعادة لا، أنا لم أكن سعيدة هل تظنوني أكون أسعد حالاً بدونك؟ السعادة ليست كل شيء أليس كذلك؟ هل تلتقي كثيراً بالسعداء في محاضراتك؟ ميشيل، أنا، أنا لا أريد أن أكون وحيدة ميشيل، حباً في الله أنا نسيت، نسيت أنت لا تؤمن بالله، ولكنها تؤمن كفا، أرجوك كفا، أنتم تعقدان الأمور جداً ميزي دينيس، كل مننا يحب الآخر وهذا هو الأمر بكل بساطة، وهذا يحدث كل يوم، أليس كذلك؟ وأنت تقرأين عنه في الصحف، ولا يستطيع الناس أن يتصرفوا بهذه الطريقة يوجد أربعمائة طلاق كل شهر إذن يوجد مئات من الناس يتعذبون ولكن حبيبي، أنت لن تتعذب أليس كذلك؟ أنت تريد أن تعيش معي، أنت تريد أن ترحل، أنت لا تريد أن تقيم معها حبيبي، سوف نكون أسعداً انظر، إنها لا تتعذب إنها لا تصرخ بعذابها، هذا هو كل الموضوع، إنها لا تستخدمه سلاحاً أنا آسف، أنا أصرخ أيضاً، هذه المشكلة تفقدنا أعصابنا جميعاً ميشيل، لن يكون عليك أن تفقد أعصابك بعد الآن تستطيع أن تعود إلى البيت، أقصد السكن، وتحزم أمتحتك، لن أكون هناك، لن أعطرد طريقك حتى ترحل لك أن تنام هناك الليلة، ولن أكون هناك الله وحده يعرف ماذا ستفعل ما، 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 ما لا يفعلون أي شيء أم تراهم يفعلون لا لا ميشيل ماذا تفعل ميشيل ميشيل نعم ميشيل ماذا تفعل سوف نكون سعداء أنت طبعا وأنت سوف نتخطى كلانا هذه الأزمة من السهل تخطي آلام الآخرين أنا أنا أعرف هذا وأعيشه طوال اليوم الألم حرقني ميشيل هل كنت تعني ما قلته لها إننا سنرحل هل لا قلت لها هذا نعم لقد أثارت غضبي لم تكن تعني طبعا بمجرد أن تعاف خالتك هذا ما قلناه دائما إنها أحسن حالا الآن أنا حرة إذن طبعا طبعا نستطيع أن نرحل متى الآن غدا بعد غد أنت تعرفين يجب أن أطمئن عليها تمنيت أن لا تحبها هكذا عزيزتي عزيزتي لا حاجة بك للغيرة أنا لا أغار منها أنا أكره أن أراك تتألم هذا كل ما في الأمر سوف نكون على ما يرام بعد الغد حتى نلتقي كما أتمنى أن أعرف أين ذهبت ليس لا لك كثير من الأصدقاء روز متى سترحلين؟ من المفيد أن نعرف بعد غد جيمس لا تنسى أنك وعدت تريزا أن تقرأ لها لن أنسى ولكن ثم تشيء نتك روز روز لو كنا رحلنا في ذلك اليوم لكن اليوم سعدان أنا لا أفكر إلا إذا اضطراني الآخرون أنا لا أستطيع أن أفكر في قوم لا أعرفهم لم تكن إلا مكررة السن لا أكثر ولا أقل ثم هايدي تأتي إلى هنا وتضرب قبضتها بالمنطقة وتقلس وتبكي وقد رأيتهم أمان خالي خالي إنهم متزوجين لم أكن أعرف قد أنهم متزوجين قال لي إنهم متزوجين ولكنني لم أرهم أمان لم يكن الأمر أكثر من شيء في كتاب ولكن ولكن الآن لقد رأيته مامان لقد رأيته يلمس ذراعه خالي ماذا أفعل أيها الأب قل لي ماذا أفعل عندما تناديني بكلمة أب فكأنك تكممين فمي ليس إلا القاسي من الكلمات ما يقول لا أريد إلا شخصا ما يقول لي افعلي هذا افعلي ذاك لا أريد إلا شخصا ما يقول لي اذهبي هنا اذهبي هناك أنا 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 لا أريد أن أفكر بعد الآن إذا قلت لك اتركي لا لا لن أستطيع احتمالا ألم الأفضل إذا أن ترحلي معه إن كنت على هذه الدرجة من الضعف ولكنني ولكنني لا أستطيع أن أحتمل آلامها أيضا يا لك من طفلة أنت تتوقعين الكثير جدا في حالة مثل حالتك علينا أن نختار بين أن نحتمل آلامنا أو أن نحتمل آلام الآخرين ولكن هناك هناك أناسا سعداء الناس يهربون دواما وهم سعداء لقد قرأت عنهم وأنا أيضا قرأت عنهم وكل القصص الوهمية التي تنتهي هكذا ومن بعد ذلك عاش السعداء دائما وإلى الأبد ولكنها من الممكن أن تكون صحيح ربما للحمقاء عزيزتي إلاك ما ليس أحمق هو يقضي وقته في تشريح الدوافع الإنسانية وهو يعرف أن نيته بنفس الطريقة التي تعرفين بها ذنبك عالم نفس وكاثوليكية لن تستطيع خذاع نفسيكما إلا مدة ساعتين في ريغالكورت أنا أستطيع أنا أستطيع أمامك عام بكامله تخدعين فيه نفسك إنه زمن طويل يتحتم عليك فيه أن تنسي دائما تلك المرأة العصبية المسكينة ذات الحق في الحاجة إليه خالي أوه نو بشع 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 روس روس تمنيت أن لا تأخذي الأمر جدياً لا أستطيع أن أستمر في الحياة أستطيع أن يتحت معه هنا فإن لساني يكون ثقيلا بالحكم الدينية الرخيصة ألا تستطيع أن تعطيني ثمة شيئا آمل فيه؟ الأمل دائما يوجد الأمل أمل في ماذا؟ في تخطي الأزمة في تخطي الأزمة يا روز في نسيانه عزيزتي دائما يوجد القداس إنه موجود ليساعدك مصبحتك لديك مصبحة أليس كذلك؟ ربما صلاح يا أمنا مريا صلاح روز أرجوكي فقط انتظري أنت تقول لي إنه إذا رحل معي فإنه سيكون شقيا عمره كله نعم إذا بقيت أنا هنا فلن يكون لي إلا هذه المقصورة وغرفة المعيشة هذه وأنت تقول لي إن هناك أمل وإنني أستطيع أن أصلي لمن؟ لله يا روز لا لا تتحدث إلي عن إله أو قدسين أنا لا أؤمن بإلهك الذي أخذ منك ساقيك روز ويريد أن يأخذ مني ميشيل المائدة هنا ألا نستطيع اليوم أن نستخدم غرفة أخرى؟ أنت تعرف جيدا جدا أنه لا يوجد غرفة أخرى حسن روز خالة ريزا أرجوك أرجوك خالة ريزا حبا في الله يكلميني أنا أنا روز هل يتقدم أحد ما لمساعدتي؟ ما من أحد يساعدني؟ إلن فلأتناول أقراص ميسيس دينيس نعم فلأتناول أبا أنا للي أبا أنا للي بارك أبي أمي نانسي والأختي ميري يا عبد يا رب لا لا تفتح المدرسة أبوابها لا لا تفتح بعد اليوم قط يا أبا نتشي المشهد الثاني من الفصل الثاني نفس المنظر صباح اليوم التالي قلت لها ميس هيلين حان الوقت لترك الأشياء تبقى حيث يجب أن تكون قالت لي ميري أنت تتقاضين أجرك بالساعة مقابل خدماتك وليس مقابل نصائحك يا إلهي الذي في السماوات هل تريدين أن يساعدك أحد في حمل هذا المقابل؟ هل أصح أن لا أفعل يا سيدي؟ فليختص كل مننا بعمله وإلا حدث المزيد من الأضرار ليتني قلت لها ميس هيلين أنا أخذ أجري عن عملي في هذا البيت قبل أن أذهب أصلا لمراقبة تلك الفتاة المسكينة يا إلهي يوجد كمية بشعة من الرغبات المستحيلة في هذا البيت اليوم نسيت الأغطية إنه أسراف مروع للمساحات هل ستسمحان لي بالاحتفاظ بالحقائب الفارغة هنا؟ هل تظن هذا؟ وأين ستتناولون طعامكم الآن؟ في بيت كبير كهذا يبدو لي وكأنه من العار ألا توجد غرفة معيشة واحدة لكم ميري أنت تضيعين وقتا طويلا لم أكن أعلم أن مستر دينيس هنا جيت لأراها لم تشفق علي حتى وتخطريني أنها ماتت ولكنك لست واحد من الأسرة ألحقت الكثير من الأذى بشخص يفزع من الموت شكل فضيع جيمس نعم إذا استعملنا غرفة تريزة كغرفة للنوم والجلوس إنها كبيرة بما فيه الكفاية لن يكون علينا أن ننقلك لا أشعر اليوم باهتمام بالمكان الذي أنام فيه لو كنت امرأة لأدركت أن الحياة يجب أن تستمر روز كانت امرأة وكانت لديها فكرة أخرى لم تلموني على هذا إذا كان ثمة من هو مذنب فهو أنت مستر دينيس إنه أنت الذي كان يقتلها كل تلك الأسابيع في رجال كورت كنت تقتل ضميرها وفي النهاية فعلت هذا لو لم تحضري زوجتي هنا لما وجدت الأقراص المنومة كانت ستوجد نافذة أو قطار الأنفاق لن يفيدها في شيء أن نختار المذنب وأنت لا يفترض فيك أن تؤمن بالذنب أنا أعرف المذنب أنت تعرفين أليس كذلك؟ انظري في قلبك للعصابي الملعون فرويد على ما أظن قال إنه لا يوجد شيء اسمه الذنب حبا في الله لا تتحدث إلي بعلم النفس اليوم علم النفس لم يفيدها بشيء كتب محاضرات تحليل الأحلام بحق الجحيم أعرف الكثير عن العقل الإنساني أليس كذلك؟ وهي ممددة على الأرض هنا وقلوبنا تقول مذنب نعم مذنب عقلي لا يعمل إذن لم لا تنامين في هذه الغرفة؟ أنت بريئة وهو كذلك إذن ما الذي تخافين منه؟ نعم هيلين ما الذي تخافين منه؟ أنت تعرف أننا اتفقنا؟ اتفقنا؟ لا أستطيع أن أفزع تريزا بهذا الشكل كو أنت تعرف حالتها نحن لا نستطيع أن نقف ضد تريزا إنها عجوز جدا أنا أنا لست خائفة ولكن تريزا آه إنها تريزا أليس كذلك؟ طبعا تريزا جيمس لا ينبغي أن ينام أحد في هذه الغرفة حتى أنا؟ جيمس قضي الأمر غرفة نوم تريزا سوف تكون غرفة معيشة أيضا ميري تعدها الآن جيمس أنت تعرف كم هي جميلة هذه الغرفة متسعة جدا حان الوقت لإغلاق هذه الغرفة هيلين لك أن تتركينا وتتابعي عملك لن تلحق الغرفة بي وبه أي أذن في الوقت القصير الذي سنقديه فيها منذ ثلاثة أسابيع روز وأنا جئنا معا إلى هذه الغرفة عاشق وعاشقته عديمة الخبرة لا تستطيع أن تتصور كم كانت سعيدة في ذلك اليوم نعم تقدمت في السن بسرعة وهل لا وهل تكلمت معك ليلة الأمس نعم لما فعلتها كانت خائفة من الألم ألمك وألمها وألم زوجتك زوجتي هي التي اتصلت بي بالتليفون وطلبت مني الحضور هنا كانت قد عرفت والله يعلم كيف وكانت متعاطفة بشكل بشع مستر دينيس ماذا ستفعل أمضي في الحياة معها إن استطعت أن تسميها حياة إنه لأمر مضحك المفروض أنني عالم نفس وقد دمرت وجدان شخصين ربما يعلمك علم النفس معرفة الوجدان ولكنه لا يعلمك الحب أنا أحببتها فعلا نعم أنا أعرف هذا وقد تصورت أنني أحببتها أيضا ولكن ليس فينا من يحب بما فيه الكفاية ربما القديسون ولهم أيضا ربما دينيس علي أن أقول هذا للبعض ربما تفهم مهنتك هي أن تفهم مهنتي منذ أكثر من عشرين عاما كنت كاهنا أعديم الفائدة كانت عندي موهبة حقيقية للكهانة ربما تفسرها بمفهوم عقدة الأبوة لا يهم الآن أنا لا أصخر منك بالنسبة لي كانت دعوة حقيقية ولمدة عشرين عاما كانت الدعوة أسيرة هذا المقعد الرغبة في المساعدة ولديك أنت مثلها بطريقتك وسوف تظل الرغبة قائمة حتى إذا فقدت عينيك والنطق وليلة الأمس أعطاني الله فرصتي رمى بهذه الصبية هنا عند قدمي وهي تطلب المعونة تطلب الأمن هذا ما قالت ألا تستطيع أن تعطيني ثمة شيئا آمل فيه قلت لله ضع الكلمات في فمي ولكنه أعطاني عشرين عاما في هذا المقعد بلا شيء أفعله على الإعداد لمثل هذه اللحظة ولذا فلما ينبغي عليه أن يتدخل وكل ما قلته لها تستطيعين أن تصلي ولو كنت أعرف المعنى الحقيقي للصلاة لما كان علي أن ألمسها بيدي لكي أمنحها السلام قالت الصلاة قادت أن تبسق الكلمة ذهبت أبحث عن زوجتي كنت فازعا عليها ماذا تفعل الآن هل سيكون كل شيء كما كان من قبل ثلاثة عجائز فقدوا غرفة معيشة هذا كل شيء عالم نفس وزوجة مريضة سقطت مثل حجر في بحيرها هل تستطيع أن تؤمن بإله يسمح بحدوث هذا نعم إنها عقيدة بلا معنى تبدو هكذا أحيانا وقاسية ثم تشيء أذكره من مدرسة اللاهوت لقد نسيت تقريبا كل الأشياء التي علموها لي حتى الأدلة على وجود الله شيء في كتاب عن العبادة بقدر ما تستفز حواسنا وتتشكك وتيأس فإن الإيمان يقول بيقين أكبر هذا هو الله كل شيء يمضي على ما يرام كل شيء يمضي على ما يرام هل تحس بهذا حقيقة؟ حواسي لا تحسه إنها لا تحس إلا بالشمئزاز والشك واليأس ولكنني أعرف هذا إنه في خلفية عقلي إنه ضعفي الذي يصرخ مستغيثا لا أستطيع أن أؤمن بإله لا يعطف على الضعف أتمنى أتمنى أن تذعه جانبا اليوم لا تتحدث عنه بمثل هذه الكراهية حتى إذا كنت لا تؤمن به إذا كان موجودا فإنه أحبها أيضا ورأها تأخذ تلك الجرعة الغبية وأنت لا تعرف ولا أنا أيضا كمية الحب والحنان التي يغدقها عليها الآن بعد أن تأخر قليلا تمنيت أن تفهم ألمك والذي يتكلم اليوم وحده وهو كذلك فهذا طبيعي دعه يتكلم دعه يأخذ أسلوبه الأحمق ثم ترغل هناك في الطريق يموت من السرطان ولمه يتكلم أيضا نحن نتألم طبعا هل تريد أن تكون الإستثناء الوحيد في عالم من الألم وأنت تؤمن أن الله صنع العالم هكذا نعم وأنا أؤمن أنه يشارك في الألم ولكنه لم يصنع العالم فقط فقد صنع الأبدية الألم مشكلة بالنسبة لنا ولكنه لا يبدو مشكلة كبيرة للمرأة بعد أن تضع وليدها الموت هو طفلنا وأن علينا أن نعبر الألم حتى نحتم إلى موتنا وأنا أصرخ بالألم مثلك ولكن روس إنها حرة لقد وضعت طفلة أنت تتكلم عنها وكأنها ما زالت حية نعم نعم تعاليم كنيستك تقول إنها حية فعلا وتقول أيضا إنها ملعونة ملعونة بأقراص زوجة المنومة نحن لسنا على ما على ما تظن من الغباء لا يزعم أحد أنه يستطيع أن يعرف ماذا كانت تفكر فيه عند النهاية الله وحده كان معها عند النهاية أنت نفسك قلت إنها كانت تبسخ كلمة صلاة ربما لم تكن كلمتها الأخيرة وحتى إذا كانت ينبغي عليك أن تعرف أنك لا تستطيع أن تميز الحب من القراهية أحيانا إنها لم تكن معقدة ولم تكن مريضة بعصابها لا صراعات أواصل العمر كانت صغيرة وبسيطة هذا كل ما في الأمر ولم تكن أكثر من اهتماما بكنيستك هل تعتقد يا مستر دينيس حقيقة أنك كنت تحبها لو كانت على هذا القدر من البساطة لا تهز رأسك نافيا أنت أحببتها فقط لأنها كانت قادرة على اليأس وكذلك أنا البعض منا يصر به الصغار حتى لا يستطيع أن يحتوي مثل هذا المد وهي لم تكن كذلك وقد أحببناها من أجل هذا حجر في بحيرة تريزا ما الأمر غرفتي من الممكن أن تكون غرفة المعيشة أنا سأنام هنا هل أنت مريضة مرة أخرى؟ تريزا ماذا تفعلين؟ أغطية فراشي من هذا؟ كل شيء وضع في مكانه أنا سوف أنام هنا هنا؟ أجل جيمس قل لها إنها لا تستطيع إنها لا تفهم ما تفعله إنها لا تستطيع أن تنام هنا لن أسمح لها أن تنام هنا نحن متفقون جميعا جيمس أرجوك قل لها ثمة شيء تريزا عزيزتي تريزا أنت لا تستطيعين لقد ماتت هنا في هذه الغرفة يا تريزا أدعيني تريزا هيلين هيلين كفى كفى أرجوكي أخذنا كفايتنا من هذه الحماقة ها؟ الله لا يفتقد الرحمة بالقدر الذي تستطيعه المرأة لقد خفت زمانا طويلا جدا يا هيلين حان الوقت لتستريح يا حبيتي هذا وقتك لتستريحي دموع 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 إنها لا تصلح إلا لريك رمب كله هراء يا عزيزتي لما ينبغي علي أن لا أنام هنا نحن لسنا خائفين من الصبية ولن تكون ثمة غرفة أفضل لأنام فيها إلى الأبد من الغرفة التي ماتت فيها روس وهكذا تنتهي مصرحية جراهام جرين غرفة المعيشة من ترجمة ميخايل رومان قام بالتمثيل ليلة طاهر في دور روز زوزو نبيل هيلين إحسان الألعاوي تيريزا عيدة عبد العزيز ميسيس دينيس أحمد عبد الحليم ميستر دينيس حسن عبدين جيمس مهجة البطوطي ميري وجلال توفيق في دور الراوي سجل المصرحية طلعت وهب غرفة المعيشة إخراج الشريف خاطر ترجمة نانسي قنقر